بص انت داخل على طول في مواضيع شائكة انا تكبرت الموضوع انا كنت جاي عم بص انا كلمت شريف علي ماشي قبل قبل اللقاء انا ايه هعمل اللقاء مع دكتور احمد عبد المنعم قولي بقى على الزراير يعني قولي دوس على ايه فهو قال لي منك طبعا اسمحي هتصل بشريف عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي brothers and sisters عامنين ايه ايه الاخبار it's been a while بقلنا فاطرة بقلنا حبة مأجزين مرايحين الموسم الثالث هيبتدي دلوقتي ان شو الله دي اول حلقة في الموسم الثالث ليه مرايحين ليه كنت مرايح في فترة فاتت والله انا عادة بين المواسم اه باخد باخد بريك اه ممكن البريك دوت يبقى عسن اسبوعين ثلاثة شهر فبالفعل كنت يعني ماشي في ان انا خلاص بخطط للموسم الجديد وبعدين جت الازمة بتاعت الكورونا اه طيب يا معلم الازمة بقى لها شهر او اكتر وانت برضو معملتش اي حاجة ليه اه انا ما بعرفش اه اطلع ارزع اه محتوى وخلاص ما بعرفش اه يبقى فيه طوبي اه اه في العالم واطلع اتكلم فيه خلاص اه ما يعني مش مش فكرة بقى ركوب ترند ولا بتاع بس يعني ايه مش اه ما عنديش حاجة اقولها يعني فيه ايه بتتعرض علي في الفترة الاخيرة عشان يعني فاللي هو قول للشباب يعملوا ايه في الفترة دي قول للشباب يعملوا ايه في البزنس بتاعهم في الفترة دي قول للشباب يعملوا ايه في رمضان في الفترة دي اشعرفني يعني هعرف من اين انا الكلام ده يعني انا ولا مريت بظروف زي دي ولا انا اصلا اهل ان حد يسألوا على رمضان يتعمل في ايه ولا ما يتعملش ولا عندي خطط ولا بتاع فاللي هو يعني يعني صعب عليها جدا ان انا اطلع في الفترة دي. وانا اصلا خواطري ما هيش يعني مكتملة ولا يعني عندي بقى ايه اه الازمة دي حصلت عشان كزا وربنا يقصد سبحانه وتعالى يقصد بيها مش عارف ايه امعرفش خالط محدش عارف. فخدت وقت طويل على بالما عرفت الاصم فكرة كده اللي هو طب مع وقت ده الوقت اللي نتكلم فيه بقى مع الناس اللي احنا محتاجين فعلا بقى ناس مع رأيهم ايه ومحتاجين نشوف احنا فين وضعنا ايه واخواطرهم ايه والنبي صلى الله عليه وسلم اه كان هيعمل ايه وما كان ونشوف مسلا الناس في بلاد تانية الدنيا حصل عندها ايه نشوف مسلا رواد اعمال البزنس بتوعهم الازمات اللي مروا بيها الدنيا ايه اللي حاصل فيها فيعني اه استخرت وتأكلت على الله في ان احنا ندوس وبعت اه لكذا حد اولهم اه الدكتور اه او الشيخ احمد عبد المنعم اه الشيخ احمد عبد المنعم انا كنت حاولت اجيبه في البودكاست في اول البودكاست خالص اه في رمضان اللي فات بس هو كان مشغول جدا في فترة دي اه بس جيت يعني قلت له فاكس بقى المرة دي يعني ما تحاولش بقى وقال لي عندي بقى حاجات كتير انلاين وعندي كورسات وعندي اه التزمات وبتاع قلت له فيعني مش مش هينفع بقى فيعني هو ده لازم دلوقتي قلت له عايزين نعمل بودكاست عن الظروف اللي احنا فيها وعن اه يعني نعمل ايه والنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل ساعتها المشابه اللي دلوقتي عمل في ايه ونعمل ايه دلوقتي وعايزين نشوف كده يعني شوية اجابات على اسئلة قال لي انا اصلا محنديش الاجابات دي فعجبتني جدا يعني عجبني جدا الحالة اللي هو فيها بتاعت اللي هو ايه هو دايما بيفكر هو دايما اه مستعد ان هو يتأقلم على الوضع هو دايما اه شايف ان هو معندوش الاجابات فده بيدفعه ان هو يبحث اكتر فحبيت جدا ااخد ودي معاه اه فكزا نقطة منهم طبعا رمضان اه طبعا انتو يعني اغلبكو هيبق بيتفرج على الحلقة دي في اول يوم رمضان الا لو انتو مثلا برا مصر اه لانه مثلا في واحد اه صديقي في استراليا فالمفروض هو رمضان عندهم بدأ خلاص يعني ففلو انتو بتتفرجوا الحلقة دي مفترض يكون اول يوم رمضان انا هنا عندي العشة رسة مأذنة اول عشة اه مفروض فيه تراويح يعني ان شاء الله بعد شوية اه فانا انا متحمس جدا والكلام اللي تقال في الحلقة حمسني اكتر على رمضان ان شاء الله وعلى اللي ممكن يتعمل فيه وكده اه فاين كان انت بتسمع الحلقة دي في اول رمضان في نص رمضان في اين كان اه دايما فيه امل ده اللي انا ده اللي انا حسيته جدا من كلام اه من كلام اه دكتور احمد اه في اواخر الحلقة عن رمضان والاستعداد لي في الظروف اللي احنا فيها دي يعني اه في يعني ان شاء الله تبقى حلقة قوية جدا انا استفدت طبعا كالعايدة الحمد لله زي ما انتو عارفين بركز جدا ان انا استفيد عشان اه يطلع كلام حقيقي ومفيد لكم يعني ان شاء الله ايه تاني يا حزوم ايه تاني اه مفروض ان الويب سايت بتاعي عملتل ريدزاين مفروض هو دلوقتي لايف اه خشوا كده بصوا عليه قلولي رأيكو في شوية حاجات مش شغالة طبعا بس يعني ايه work in progress يعني فاقولولي كده رأيكو فيه اه الحاجة الاخيرة اعتقد هي الاخيرة اه ان اه storytelling crash course بتاعي نازل في رمضان عليه discount 50% هتلاول link في description اه خشوا كده في وقت اه لو عندك وقت يعني تاخدوه او تبقوا يعني ايه تسمعوه او تتفرجو عليه اه هيبقى مفيد جدا ان شاء الله اه طبعا الحلقة دي نازلة في يوم غير اليوم اللي احنا متعودين عليه اللي هو عادة بتنزل يوم الحد بس ده اول يوم رمضان اه خلفنا شوية الحور بس ان شاء الله باذن الله يعني اه ربنا يعني واواضب على ان انا نزله كل يوم حد الساعة ثمانية زي من انتم اه متعودين ان شاء الله يعني برضو الحاجة التانية ان الحلقة متصورة بالwebcam يعني هو طبعا كان لقاء اونلاين فالبرنامج اللي انا صورت عليه بمنتج تلقائي فانا يعني قلت مفيش مشكلة ان انا اجي على quality في الحلقة دي علشان اه يعني اطلع الحلقة بسرعة لان هي لسه متصورة مبارح فعشان تنزل على طول لسه ما عادش امنتج بقى واخد وقت كبير وتتأخر وكده فمعلش quality هتبقى يعني مش احسن حاجة المرة دي بس طبعا الاوديو هو الحمد لله كويس جدا وبفكركم دايما انه البودكاست ده مسموع يعني اه لو عايزين تدخلوا على soundcloud هتلاقوه لو عايزين تدخلوا على google podcast هتلاقوه على apple podcast هتلاقوه اي مكان بتسمعوا فيه podcast لو كتبتوا hascast هتلاقوه الحلقة طرح ان شاء الله بس كده يالله نبتلعي الحلقة يعني هقولك برضو هقولك برضو بصراحة يعني الجروب اللي انا فيه اللي هما اللي الناس بتصنفنا ان احنا الدعاء كدو دو بقى والكلام العجيب ده انا مش بشوف نفسي كده بس طبعا الناس شايفة كده بس احيانا كتير بيجي الشك بتاع ان هو انا اصلا فاكسان انا اصلا يعني الناس الحقيقية مش هتعترف بيا فاهم الناس الحقيقية اللي هو مثلا حد زي حضرتك حد زي مثلا مثلا اياد كنايبي يعني عارف الناس اللي هي الايه الناس الهارد كور دي فلما انت قابلت ان انت تيجي البودكاست ده بيدي مصداقية كبيرة للي انا بعمله وبيحسسني ان انا مش مش بعمل اي كلام يعني انت اكيد مش هتضيع وقتك خصوصا انت عندك حاجات اهم بالعكس والله يعني دي برضو كانت احد ضمن التصورات عن التبين ان الدين واسع جدا فبالتالي لما كل واحد فينا بيقف منطقة ما ينفعش يحتقر المنطقة التالية لان لو احنا فكرنا كده حيبا كل واحد الشيخ اللي فوقي شايفني ما بيعملش حاجة واللي فوق فوقه شايف ما بيعملش حاجة والفال في العمل الاداري شايف ما شايف ما عندهاش تصور عن الواقع شايف شايف اني بتوع العمل السياسي ما بيعملش حاجة في الشريعة طناطح ده هو اصلا عكس هو احنا بنسلم لبعضنا توصل لبعضنا لانا واحد بيقع بيحصل الجاب دي ما بتخليش الناس اصلا توصل لبعضنا بس الاسب فيه فئة انت بتسجل لعمل على الموبايل الوقتي شو انت بدأت اصلا ولا ايما انا مش عابد انت كده بدأت لا انا بدأت احنا كده جوه خلاص جوه البودكاست خلاص ولا لسه برا احنا جوه البودكاست لا انت اتحكت علي على فكرة انا ما انا بحب اعمل الحركي بس انا هرده عليك المشكلة انه الواحد للأسف تعود انه يعني انت بتقول ان الشيخي هيقول لي ان انت مش نافع وانا هقول لي ده مش نافع وبتاع للأسف هو ده اللي حصل يعني احنا المجتمع المجتمع المسلم يعني مش كله بياخد بييد بعضه زي ما احنا نحب فيها ماضي يعني فيه جروبس من الناس كده بيقفلوا عن نفسهم وبيترودوا الباقي يعني حوارات ما هياش احسن حاجة طب بص انا اقول لك عشان انا اقول لك تصوري انا يعني معرفش انا تصوري ان المفروض اعلقت الاهل الدين ببعض ان اشبه ان احنا عايشين في مدينة كبيرة وفيه منطقة جنب المدينة دي منطقة خطر منطقة مثلا بحر مظلم اللي بيروح بيغرق او منطقة خطر فيه ناس دورها ان هي تروح تتعلم تغطس وتجيب اللي بيغرق فبتروح هناك بعيد قوي وبعدين يطلع اللي بيغرق يسلموا الواحد ينقذوا على الشط يعملوا الايه الفرست ايه دي اللي في الاول ويشوف بقى الحاجات زي الطوارئ كده وبعدين يبعثوا ليه الافاقة وبعدين يوظفوا المدينة دي كبيرة جوا او يبقى الناحة تاني يعني زي ما البحر مظلم وجواء حاجات المدينة دي بقى جواها المهندسين والاطباء والعمال وحاجات كتير كل واحد فينا بيقف في منطقة في واحد بيشتغل في الاعماق تحت فمضطر يلبس لبس معين ويتعامل مع ناس معينين وشكل معين وفي واحد شغال في المستشفى جوا هناك جوا المدينة خالص لكن احنا كلنا لنا دور معين لنا هدفنا يعني كنتم خيرة امتي اخرجت للناس يعني تعبير القرآن ان احنا اخرجنا للناس فلما بنفهم ده لو انا مرضتش استقبل الجايلي طب ما ده هيغرق فاحنا بنباصل بعض يعني دي الفكرة فانا عارف زي بالزبط لو اي فئة من الفئات قررت تعمل اضراب ما هي بتصبف بعضها فلو المهندسين ما اشتغلوش طب لو الدكاترة ما اشتغلوش حتى حتى تسواء التاكسي لو ما اشتغلش هتبقى مشكلة والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى امرأة كانت بتقم المسجد يعني بتكنس المسجد وماتت ودفنوها من غير ما يعرفوه زائل صلى الله عليه وسلم وقال ما قلتونيش ليه ما صحيتونيش ليه من النوم وراح صلى عليه مخصوص فهي احنا بنحتاج بس نعيد تصوراتنا يعني عن ما هي الصغور طبيعة الدين طالما عشان برضو يعني ايه نراعي الرأي الاخر اللي هو احيانا بيبقى دوه وجهة بس مش عارف تطبقها كويس هو يقولك لقى اصلا انت افسدت في الدين وانا اقول له اصلا انت كنت متشدد طالما احنا بيضمنا اطار معين خلاص احنا اصلا كلها مناخذ بنفس الهدف كويس هو الكلام اللي هارك بتقوله ده هو ده اللي المفروض يحصل بس وهو اصلا محتاج تمرين جدا يعني انا بعترف تماما ان انا بحاول اعمل الهارك دور عليه ده لان كلنا تربينا تربية معينة وتعودنا على حاجات معينة فمعيني تعودنا على اللي بيضوس وتعرف اللي هو ده معانا ولا مش معانا ده بتاع ولا كده ففكرة ان انا فعلا اقتنع بالهارك بتقوله ومر النفسي على انه ده مسلم بس مختلف معاه شوية حاجات بس احنا لسه مع بعض فهمش اللي هو اول ملاقيه معرفش اين كان يعني مش عايز اضرب امثلة يعني ف ازاي اقدر امر النفسي فعلا على حاجة زي كده وازاي اقدر استسلم واقنع نفسي انه يعني وابتدي بقى ايه ارجع التاني وافكر نفسي ان احنا كلنا زي بعض او كلنا مسلمين فهمه مصدي بص انت داخل على طول في مواضيع شائكة انا تكبرت الموضوع انا كنت جاي بص انا كلمت شريف علي ماشي قبل اللقاء ترى بص انا ايه هعمل اللقاء مع اا دكتور احمد عبد المنعم قولي بقى على الزراير يعني قولي دوس على ايه فهو قال لي من التبارة تسمحنا تصل بشريف عشان اجيبه معنا عشان بص احنا عندنا احيانا عندنا تصورات بنكتسبها من البيئة وبنكتسبها من العادات والتقاليد وكده مش بنكتسبها احيانا من الدين زي مثلا ابسط حاجة فكرة المساواة ولازم المساواة ومساواة ومش عارف ايه والشعارات وهي بتبقى فكرة جميلة لكن تطبيقاتها وتفاصيل التطبيق عايزة ان احنا نرجع للدين عشان نزبطها زيلك تلاقي بعض العلماء يقولك ايه الدين جاء بالعدل مش بس بالمساواة لان المساواة احنا قد لا تكون عدل يعني مش كل مساواة عدل يعني اعطاء كل الذي حق حقه هو ده العدل مش لازم الحق بقى اللي انا بوزعه ده يبقى قد بعضه يعني انا عندي اولاد ده له طبيعة معينة وده له اهتمامات مختلفة مش لازم اسويهم في كل حاجة بالكم لا اسويهم في حقوقه ده له حقه ده له حقه نيجي بعد كده للمجتمع تصوراتنا عن المجتمع احنا منجيبها منين الخروط بنجيب ده من الدين لما نقول ان في حاجة اسمها العلماء وان يلوهم لهم تعامل واخوك المسلم وان يلوه حقوق والوالد والوالدة البر الوالدين لوه حقوق خانا الشرع اعطى حقوق لكل انسان يعني من نابس الله صلى الله عليه وسلم يقول حقه المسلمي على المسلمي ست يبقى اذا في حقوق عامة انا مطالب اديها لكل مسلم وفيه بعد كده حقوق خاصة بتكتسب بصفات معينة لو هو عالم بيطبق الشريعة يبقى فاسأله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لو هو بيعمل معايا في نفس الثغر بنانصر الدين حتى لو انا حسس بنوع من الغيرة منه لان احيانا بيكون دي الدوافع الحقيقية اصلا انا بدي له كتف كده في الدعوة عشان هو هيغطي علي لا انا عايز اغطي عليه ونحط على بعض الجودة يبقى اذا الحقوق بتكتسب من الشريعة مش من مزاجي يعني مش دي النقطة التانية مش معنى ودي نقطة مهمة قوي مش معنى ان انا بصلي وبعيط في الصلاة ان انا ما عنديش مشاكل نفسية من جوة جهة الناس لأ ده يعني علاج خشوع القلب حاجة وعلاج النفس ومشاكل نفس ده قصة تانية خالص كان لها درس على الساوند كلاود اظن بعنوان الاخلاق الاجتماعية ودرس تاني تصور الفيديو اسمه الثابت والمتغير في الاخلاق الاجتماعية الحتة دي كانت بتخض الشباب يعني ايه مش انا لو صليت وعيطت وصمت اخلاق بتتحسن لا انت بحتاج تشتغل على نفسك يعني طول ما انت ماشي في الطريق بيقابلك اختبارات فزي ما اللي شغال في الشركة في اي شغل بيقابله اختبارات العالم بيقابله اختبارات واختباراته اصعب لذلك ربنا عافينا يا رب اول ثلاثة تسعر بهم النار منهم عالم ومنهم مجاهد يعني ثلاثة اعلى ناس في الدين مجاهد عالم منفق اعلى ثلاثة في الدين وتلاقي يوم الايامة الناس وقفت كده ويتنادى على اول ناس هتخش النار مين ايه ده الشيخ فلان اعوذ بالله والمجاهد الفلان ايه ده صدمة صدمة عجيبة لذلك ابو هريرة لما كان يقول الحديث ده كان ممكن يغمى عليه من الخايف فانت كل ما بترتقي كل ما الاختبارات بتبقى أصعب حقك فانت هتتصرف ازاي مش معنى ان الشرع ادىك حقوق معينة لان احنا عندنا التكليف في الشريعة او التشريف قصدي التشريف في الشريعة مع تكليف يعني الشرع شرفك انك عالم يرجع اليك لا اخد بالك ده ده مش عشان تترسم ده عشان تكليفات اكتر يعني في الاسرة لما نقول للرجل في الاسرة له مقام معين ده مش عشان حضرتك ده له واجبات ده بالتالي انت اولدك اما يحسوا مشكلة هيلجأوا لك زوجتك انت محتاج تدعمها يعني انت عشان عليك واجبات اكتر فلو الواحد استحضر ده واشتغل على نفسه ان شاء الله الامر ويفهم ان دي اختبارات طول ما هو ماشي هيختبر انت كان قصدك ايه لما اتكلمت على فلان انت كان قصدك ايه لما رضيت على فلان الرضي ده يعني فيها القصدي واخر حاجة ربنا بيحوجنا دايما لبعض يعني مهما انسان ادعى انه مش محتاج حد وانه هو السوبرمان وده مش موجود اصلا الدنيا بصراحة بتقلب الناس وده احنا شفناه الجيل بتاعنا شاف اللي عاشوا يعني من 2011 وكان عنده وعي بغية الوقتي الدنيا قلبت ناس كتير قوي وكلنا اكتشفنا محدش يعرف يستغنى عن التاني خالص واللي ما عندوش وعي بطبيعة المعارك اللي بتقابلنا وبيعيش في معارك جزئية بيتشال للأسف فاحنا وربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث تلاتة كانوا ماشيين ودخلوا الغار ونزلت صخرة الصخرة اتشالت بدعاية تلاتة مش بدعاية واحد يعني كل واحد دي ده حتة الصخرة تتشال حتة كل واحد دي ده حتة الصخرة تتشال حتة اهو الصخرة اللي عندنا في الواقع بتتشال بمجهود حازم واحمد وشريف وإبراهيم ومش عارف ومين وجهدنا مع بعض طب بس انا مختلف مع هنا واحد يقول لي انا فعلا هتقول لي انت مختلف مع فلان مثلا اه احنا بقى زي ما انت قلت حتة حلوة عقلية الايه السنائية اهلي ولا زمالي عقلية يعني يقول لك انت مثلا واحد يقول لي ايه واحد بيقول لي ايه رأيك فلان فما بعرفش اجاوب يعني لسه حد يسألني انبالح مش عارف اقول اسم اللي سألني عليه ولا لا بس بقول لي ايه رأيك في البرنامج الفلاني حبتالي اعرف بتالي عرفت الكامعة ايه انا مش عارف بقى اقول ولا ايه انت مش 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 كده اه فقلت له يعني رأي دي كده مفيش اقول لي في ايه ونقسم وقصدك ايه بالزبط يعني في مرة في مرة ده حد تاني بقى خالص بيقول لي ايه رأيك في كتاب الشيخ الفلان الشيخ اللي كاتب الكتاب ده صديق لي يا شخصي فقلت له الكتاب سيء جدا فقل لي بجد وايه رأيك في فلان نفسه قلت له حبيبي وصديقي وراجل بذول جدا وعنده خدمة يدين فالرجل حصل له صدمة تزاي بتقوله على الكتاب في مشكلة قلت له يا ابني ما هو واحنا ليه عايزين نحاسب الناس الكتاب هو ما كانش موفق فيه انا عندي لكن هو حبيبي واصدقاء وبنتقابل وبنتناصح وانا اول ما نازل الكتاب اتصلت بيه قلت له الكتاب فيه فيه مشكلة انا معترض على كذا 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 خلاص فدرجة الخلاف ايه وهل لا يسعنا ان ان انا استعلن بالخلاف بأدب في منطقة ونحط ايدنا في منطقة يعني درجة الخلاف اللي بيننا ايه بالزبط فيه خلاف انا مش عارف هتقابل معاك فيه حقيقة وفيه خلاف هنعرف نرد على بعض في الكتب العلمية مش قدام الناس وفيه خلاف انا هتغفل عنه خالص الوقتي درجة الخلاف بتختلف الحياة مش حاجة واحد بس انا حسنا بطول عليك لا 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 انا مركز جدا والكلام ده مهم جدا انت قلت الخلاف اللي انا مقدرش هتقابل معاك فيه انت قصدك الحاجة العقائدية ولا قصدك ايه بالزبط مش بقولك انت جاي تتخاني ان عرضا يا عم بقول لي كل سنة انت طيب اي حاجة وريفة عشان رمضان ولا كل سنة انت طيب يا شيخنا اه بدء بالخلاف ليه طب ما نبدأ بالوفاق الاول وبعدين بقى نشوف الخلاف في اخر حلقة بص اصلا انا اصلا انا بقى لي فترة كبيرة ما عملتش اي محتوى وكنت قلت لك كلام ده وانا بالنسباني ما بيحركنيش ان انا اعمل اي كونتنت غير لو انا في حاجة انا شغلة بالي او حاملة همها او كده فانا ما بيفرش معايا قوي انه الكلام يبقى حنين ومش عارف ايه وبتاع انا عايز انا استفيد وعايز الكلام يبقى حقيقي جدا لانه المحتوى اللطيف كتير جدا والكلام اللي احنا نتكلم في ده بتهيالي مفيش يعني مفيش حد علنا بيتكلم فيه كده بس فلو انت ما عندكش مشكلة تتكلم فيه انا دايس يعني طب خلاص خارينة زبعية الناس ما نتكلمش على لا انا بس حاسس ان احنا خايف الناس تفهم المنطقة دي غلط يعني احنا ايه يعني عايز اقولك مثلا الناس لما بتسمع كلام على الخلاف بدون مقدماته كل واحد بيسقط على الدعاء اللي بيحبه يعني هتلاقي اللي بيسمع ده مثلا بيسمع الشيخ فلان وده بيسمع الدعاء فلان وده بيحب فلان فكل واحد هيسقط الكلام ده على ده الكلام العام قوي زي ده صعب ان يحل المشاكل الخاصة اللي احنا بنقابلها لذلك انا عملت درس من كتر ما الاسئلة جات لي زي ما انت بتقول كده فلان وفلان مختلفين مع بعض وفلان وفلان بيردوا على بعض ودول بيتسموا في مصطلح ظهر بعد الثورة اسمه النخب ده النخبة متصدر فعملت درس اسمه اشكالية اختلاف النخب يعني كيف انا اتعامل مع اختلاف النخب ضمن سلسلة اسمها اشكاليات ما انصحش حد يسمحها بس يعني الدرس بتاع اشكالية اختلاف النخب كان بيحاول يعالج النقطة دي لان الخلاف ده مبني اصلا على هو اللي جاي يسأل على الخلاف ده هو ايه مرحلته من الدين يعني افترض مثلا واحد لسه زيره لسه بيقول اشهدوا لا اله الا الله وانا محمد رسول الله هو ماله اصلا ومال الخناعات اللي جوه المدينة احنا خلاني نفتكر المثال اللي قلناه في الاول البحر والناس اللي بتغرأ فيه خناعة في اخر المدينة خالص هناك وده لسه طالع من البحر لسه مطلعينه من الظلمات فاول ما يطلع وياخد نفسه ناخده جاري على الخناعة اللي هناك طب ما هو هينط تاني في البحر يقول لك يا عم انا ايه اللي طلعني انا كنت عايش مع السمك تحت السمك قالع اساسا انا ايه اللي مطلعني فخلاص هو يدوبك يطلع يعيش المشاكل اللي على قد اللي قالعشات هنعرفه الصلاة هيسأل على حاجات في الصلاة في الصيام في الزكاة في الفروض هنبدأ بالتوحيد ومعرفة الله هيبدأ بالمسائل اللي زي بي طول ما هو ماشي هيحصل من الايمان والعلم اللي يعرف يتعامل به مع مستوى الخلافات فبلاش نعرض نعرض كل شخص لاخلاف لا يطيقه اوكي ده الفكرة اوكي فهمتك طيب حلو جدا خلينا ناخد خطوة خطوة لغارة كده انا عارف ان هارك استاذ في صيدالة مش كده جامعة منصورة اظن انا مدرس في كلية الطب في كلية الطب اوكي كلية الطب جامعة انا بس ده بيحصل دايما مشكلة عشان تخصصي في طب هو اسمه كلينيكال فارماكولوجي اللي هو الادوية الطبية يعني الحمد للخط ماجستيرو دكتوراه في كلينيكال فارماكولوجي فالناس بتفهم ان كليينيكال فارماكولوجي ده يعني صيدالة ده هو هو بس برانش اكاديمي اكتر بيعتمد على وعلى تدريس الطلب اوكي يعني حرك اا ترسط طب جامعة المنصورة مش كده اا جامعة المنصورة في طب اا اوكي ايه اللي خلاك اصلا تدخل طب اللي خلاك اهدخل طب دي عمنا زي الأسئلة بتاع suit بص ما كلام حنين خلص وهو يعني انا دخلت طب وخلاص انا جبت مجموعه ودخلت طب يعني موضوع الشغف بالطب ما كانش اوي انا بحب الطب بس كانش عندي الشغف يعني احنا برضو انا يعني الجيل اللي هو ما كانش لسه عنده الوعي الكامل للوقتي انه يحط الكاريرز كلهم قدامه ويختار وكانش عندنا ده يعني انت ما كانش بيدخل عندنا يعني انا موليدي 82 فجبت مجموع وكويس وبحب يعني تدخل طب دخلت طب بسم الله امتدخل لا هو انت هتلاقي ان اغلب الاجابات بتدور حوالي النفس كده يعني كده ماشي طيب الطريق الحقيقة اخترته وبتاع ان انت لانه دي معضلة بالنسبة للناس كتير جدا خصوصا اللي في طب يعني هو المشكلة ان طب وهندسة والكليات دي بتهيئك لحاجات اكبر بكتير من اللي موجود في السوق فبتلاقي ان انت عندك وقت وطاقة اكبر بكتير من اللي انت عندك اكتر فعطاقة دي من المحركات اللي يمكن خلت حضرتك تنطلق في الدعوة وتطلب العلم مش كده هو بصراحة يعني انا لغاية تالتة يا طب كنت عادي جدا او خليني على الشمال جدا مش علمين كنت يعني كنت في البحر بق يعني كنت في الاعمق تحت وبعدين حصل صدمة ما في السنة دي خلت الواحد يبدأ يعيد تفكير في الحياة كلها يعني اسئلة بقى احنا جينا ليه احنا ممكن نموت فجأة مع اللي انت بتدريشه في طب والعظمة اللي بيتقبلها في جسم الانسان والدقة فخلت الواحد على اخر تالتة او بداية ربعة كلية يبدأ يفكر الحمد لله كنت من الاوائل في الثلاث سنين بس كنت ضايع برضو يعني ضايع خلص يعني فما بدأ الواحد يفكر حس فعلا ان الحياة اكبر مما نتخيط ده طلع الموضوع احنا جايين هنا احسبوا الانسان واي يتركسوا ده يعني في مفاهيم معينة ضخمة حسيتها عملتلي صدمة بدأ على اساسها الانسان لا انا مش هينفع اكمل زي ما كنت طب هل مش هينفع اكمل زي ما كنت معناه ان انا سيب الطب لا وهنا ده الكونفليكت اللي بيحصل عامل لا فالفضل الله كملت برضو في الطب وانا انا اطلع من الاوائل بس في حاجة جديدة كبيرة دخلت كانش موجودة يعني يومي اليوم قبل في الثلاث سنين اللي انا كنت لطب كان يوم كلية مش عايز اقول يعني كذا 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 وخلاص ضيعة ما كانش فيه حاجة اسمها الدين في الاختيارات ولا الهموم ولا التفكير ولا اخبار المسلمين ولا يعني ايه قرآن وتفسير ولا فقه ولا يعني حكم شرعي ولا كنا ماشيين يعني ماشيين حال فلا بدأ يدخل مكون من المكونات وهو ده اللي انا بسميه المصطلح اللي ممكن بعض الناس ما بتحبوش بس ده معنى مصطلح يعني فلان التزم او فلان تغير او فلان تدين ان فيه مكون كان غيب بقى اصبح هو مكون رئيسي مش مكون يعني مش اضاف مثلا كان الصلاة على سطر وسطرين خلاها سطر وسطر لأ فيه مكون جوه خلاه يتعامل مع الحياة بصورة مختلفة تماما ويعيد تفكيره في الحياة فالفضل ده ده حصل فخلص ده مش معنى ان انا سيب الطب فالله كملت فالله تعينت الحمد لله في الجامعة وده بقى خلا فيه مصار جديد يدخل المصار الجديد ده عكس ما الناس ما بتدخيله طول ما انت ماشي فيه انت بتمبهر بتستمتع يعني فيه سلسلة ان شاء الله تنزل قريب سجلتها لسا من يومين تنزل في رمضان مع برنامج اسمه مونسط يعني شبافي السعودية قايمين عليه يعني اسمه رحلة التغيير انا كنت بستحضر نفسي من البحر يعني انصح التعبير الانطلاق يعني ففيها فكرة الاستمتاع برحلة التغيير يعني يعني خليها استمتاع وخلاص كيف طيب الرحلة دي او من بعد ثالثة حضرتك كنت ماشي في طريق التدين بس ولا كنت بدأت تتذاكر وتدرس وتلاقي شغف للتفسير مثلا والحاجات دي محبوصة زي ما قلت لك هو الفكرة كلها ان احنا احيانا فاهمنا للتدين غلط او التعامل معاه بصورة يعني بصورة نقصة شوية على انها شوية احكام بنتبقها بيخلينا ما نعرفش نقبل على الدين يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في اخر الزمان خلص هتيجي فتنة عظيمة جدا اسمها الدجال ماشي ربنا بيختبر عباده سبحانه وتعالى بمخلوق ده اسمه الدجال الدجال ده من اسمه هو نصاب دجال يعني بيعرف يقل بالحقاء معاه فالدجال هيجي معاه جنة كبيرة جدا ومعاه نار نار ضخمة او او في رواية انه هو زي ما فيه نار يعني فنبسى صلى الله عليه وسلم بيقول جنته نار وناره جنة عكس الظاهر هو ده الدجال فالنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم اللي يدرك الدجال يرمي نفسه في النار بتاعته لما يرمي نفسه في النار هيلاقيها جوه ايه مية او جنة جنة هيلاقيها جوه جنة خلاص هي بره ظاهرها ايه نار فاتخال معاه شاب وسيم وزريف وامور وكده وقبوسط الناس والدجال وانجاي ايه جري 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 واقتحم النار الناس بره بتقول ايه يا حرام رمى نفسه في النار واعدم وهو جوه عايش في الجنة هو ده بنسبة كبيرة اللي الواحد الله ما الرحمن نوعا ما شافه في الناس وبدأ نوعا ما يحسه لما خد قرارات في الدين وكان عنده شغف انه مش يعود وراء الباب في الدين لا يدخل جوه اكتشف لا ده الدين ممتع وفي ناس بقى الشلال القديمة او كده انت ايه ده ما عدتش بتيجي معنا كذا او ما عدتش بتعمل كذا وانت مش قادر تشرح مدى عارف لزة لما واحد لأول مرة يختم القرآن وياخد حاجة اسمها الاجازة ويتقال له انت الان قرأت القرآن عن فلان عن فلان عن فلان عاني النبي صلى الله عليه وسلم عان رب العزة ايه لأول مرة يجيب يجمع فلوس وينزل لأسرة فقيرة ويديها وهو نازل يصلي الفجر ويقول الأذكار كتمتع كل شوية تظهر متع جديدة في الدين فأنا اكتشفت لما طلعت من البحر ان في مدينة انا كنت معرفش عنها حاجة مدينة بقى بتفاصيلها بتفاصيل فاللي بيفقد الشغف ده انا شايف ان هو بيفقد اكبر متع في الدين اللي هيتعامل مع الدين على انه جسط يعني شوية تكاليف هو بيخسر لذلك من عائشة رضي الله عنها بتقول ايه ان اول حاجة نزلت مش الاحكام ولو كانت الاحكام اول حاجة نزلت لو كانت اول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا نشرب الصحابة بل قالوا لا هنشرب الخمر مش هنقدر نبطى الخمر اول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار اللي هو انا بسميها اعادة تعريف للحياة تاني مع نظارة قرآنية يعني هم ما كانوش لابسين نظارة القرآنية لبسوا القرآن نظارة شافوا الحياة بصورة مختلفة لما شافوا الحياة بصورة مختلفة اتقال لهم لا تشربوا الخمر قالوا حاضر واموا كبين الخمر كده في المدينة بيع الخمر بتجري في المدينة عادي جدا فالبداية الصح والبداية زي ما الصحابة دو انا رأيه بتفرق جدا في السير في طريق الدين يعني البداية دي يعني انا واحد دلوقتي عايز اقبل على عايزة تدين يعني ربنا سبحانه وتعالى هداني او سامع الكلام اللي هارج بتقوله دوت وكلام جديد ومختلف عن اللي انا في العادي بسمعه اعمل ايه يعني هل في منهج معين ولا مجرد ان انا بس اصبط المنتالي بتاعتي وانطلق ولا الدنيا تمشي ازاي فهمني ايه ايه تطبيق العملي ده هو اولا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان احنا معانا الوحي معانا القرآن لم يبدل ولم يغير ودي نعمة عظيمة جدا جدا قد ان ان انت معاك كلام يربطك بالسماء بالله سبحانه وتعالى دي نعمة احنا مش هتخيلنها فعايزين اتخيل لو واحد عمره ما سمع اي حاجة عن الدين خالص ولا اي حاجة عن الاسلام ولا اي اديان خالص واحد زي ما قلتلك هنجيبه منه الظلمات مش الالحاد بقى ما تحت الالحاد ودينا له المصحف يفتح المصحف كده لأول مرة خالص وده كان فيه عالم اسمه جيفري لانج تقريبا عالم رياضيات اسلام بيحكي قصة اسلامه من المصحف بس يعني ممكن الشباب تبقى اللي بيتفرج يرجع لقصة اسلامه فعايز واحد انت بسأل سؤال زريف ايه اعمل ايه في الدين فتخيل واحد طيب حاضر احنا هنتعرف على الدين لا اول مرة بيفتح المصحف لا في اول حاجة القرآن بيقوله خد بالك الكلام اللي جاي ده لا ريبة فيه منفعش تتعامل معه بشكوك ده معرفة يقينية تمام حاضر شوية ده بيقوله خد بالك الناس تجاه الكلام ده تلت اقسام الناس هتؤمن وناس هتكفر وناس هتبقى منافقين هو اصلا هيتشد يعني ايه يعني ايه ده دخل في الموضوع على طول جد مفيش يعني ضغط على نفسه وكمل ايه المطلوب اول طلب قدامه يا ايه الناس وعبوده ربك حاضر ازاي بيقلب يفاجأ بقى بقصة غريبة جدا تخيل الواحد ما عندوش اي معلومات عن اي حاجة انا بكلمك واحد زيره لا قصة بتقوله واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ربنا سبحانه تعالى العظيم يقول للملائكة انا هحط في الارض هخلق في الارض خليفة خليفة يعني كأنه يقوم بمراد الله في الارض اللي هينفذ مرادي في الارض انتو الملائكة بتنفذ مراد الله في السماء هتنفذه مراد ربنا في الارض الملائكة عرفت عرفت ان اللي هيتخلق ده هيعمل معاصي ويعمل زنوب ايا كان بقى المفسرين اختلفوا ده قصة فيه يعني اقوال جميلة المهمة عرفت سواء ربنا اللي عرفها او هي عرفت بما ان الانسان ده عنده ارادة وعنده اختيار فلو انا عندي اختيار وانت عندك اختيار طب كلام مين اللي هيمشي طب انت زعلتني فانا هضربك فهتموتني فهيحصل فقالوا يا رب ده بيعصي وبيسفك الدماء بعضنا عنده نفس التصور الملائكي عن البشر ان احنا ما بنعصيش ربنا قالهم يعني مين اللي قال ان البشر ما بيعصوش فربنا قالهم كلمة اني اعلم ما لا تعلمون يعني ايه اني اعلم ما لا تعلمون يعني انا اعلم ان فيه ناس بالرغم من كل الظروف دي حتى لو وعد في المعاصي هتقوم وتجاهد عشان تطبق الوظيفة المطلوبة منها ومع كل موسم طاعات زي رمضان اللي جاي او زي يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكة هؤلاء بصوا كده على العباد عشان كده اخد بالك في ليلة القدر تتنزل الملائكة ليه الملائكة بتنزل عشان تتفرج على الناس اللي كانت بتقول عليها بتسفك الدماء فتنزل تتفرج عليها بتسلي بتستأذن ربنا بتنزل الملائكة بيئذن ربهم بتقولوا يا رب ممكن ننزل نشوفهم وهما بيصلوا كأن ربنا بيعرفهم ايه انتو غلطوا فيهم يعني فنزلوا شوفوهم بقى وهما بيصلا انا لما استحضر ان دي وظيفتي في الحياة يعني انا طلعت مهم قوي ده انا مطلعتش يعني ده انا انا يعني ربنا خلقني عشان هذه الوظيفة العظيمة دي انا خليفة فلما باخد لما انسان بيتلقى الدين صح بيكتشف ان هو ما خلقنا السماوات والارض ما بينهما لاعبين الدنيا مش لعبة ده الموضوع خطير فلما بتعامل ده انا ساعتها تصوراتي عن الدين بتختلف خلاص يبقى انا بقوم بمراد الله في الارض هسأل هبحف طب انا غلط ربنا بياغفر طب انا اكتهدت عشان اطبق الدين وفهمت حاجة بعد ما استنفذت كل طقتي في الفهم وسألت اهل العلم فهمت حاجة غلط وطبقتها غلط لو انت صادق انت قد تؤجر يعني عملتها غلط بس انت مشيت في الطريق زي ربنا بيحسبنا على الطريق مش على النتائج ودي من رحمة ربنا عشان كده رب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ممكن داعية نبي مش داعية بقى نبي ايجي يوم القيامة معوش حد فاحنا مش بنتحسب بالنتائج فلو واحد قاعد يدور على الدين الحق وكان صادق ومات قبل ما يوصل ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعافو عنه فاحيانا بتبقى المشكلة مش في المنهج خد بالك لان المشكلة في صدق الانسان في الوصول للردى ربنا والنقطة دي خطيرة جدا هتحللنا مشكلة فسألت الاختلافات طب ده داني فكرة وده داني منهج انت يخليك صادق وخليك نفسك توصل لربنا واقول لك حاجة اقرى قرآن كتير عشان طبعا وقت اقرى قرآن كتير صدقني هيفرق معك تماما سيب نفسك مع القرآن بلاش تدخل القرآن وانت عندك رزيستنس يعني بلاش طول ما لا اقص دي سيب نفسك خلي الرمضان ده مختلف شوية ايه رأيك سيب نفسك مع القرآن انا عايزك الشباب لو يسمعوا قصة اسلام جيفري لانك بقمة البساطة الراجل بيقلب رمع برضو بحس ان فيه عقليات نظيفة شوية يعني يعني في الاخر هو هيوصل يا انا هابقى مسلم يا انا كافر واخد قرار ايه انا كفرت يعني مش هيعدي ايه يحور من الاخر يعني في طبيعة كده عندنا بتقع التحور لا الكلام واضح بس طيب انت قلت سيب نفسك انا عايزة فهم ده معنا ايه معلش سيب نفسك مع القرآن يعني لو مثلا يعني اقول لك على حاج اي سؤال من الاسئلة الشائكة اوي اوي يعني اللي هي بتكيب مشاكل سواء مشاكل في النساء افكار الفيمينزم الليبرالية العلمانية مشايك قباسية السياسية اي مشكلة خلي اي حد يطرحها ويخليه يعمل فكس على سؤال مهم وقاله تعالي انا وانت هنقرأ القرآن ونشوف القرآن بيعاجل بيعالج القضية دي ازاي انا ادعي انه هو لو يعني شوية ادوات معينة في القرآن وفهم القضايا اللغة ورجوع للتفاسير هيفهم بس هو بعد ما هيفهم ايلك لا انا مش هقدر مش هقدر بصراحة كلام ده من الاخر معناه كذا 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 هو القرآن هيواجه يعني ده اللي حصل مع العرب معلش هو الكلام انت اقولت لي خد راحتك لا لا خد راحتك جدا انت اصدق سيب نفسك بمعنى انه لازم تستسلم للي انت هتلاقيه اصدق بالظبط كده وصدق يعني اللي هيتعامل مع القرآن على انهم صدق يعني يعني لما ربنا يقول اي فهو يخلفه خلص يا ربنا هيخلف علي الانفاق انا هصدق ربنا اكتر من هصدق نفسي المشركين العرب النبي كان بيقرأ عليهم القرآن كان ممكن يقول له كفاية يحط ايده على بو النبي سيصنع له كفاية خلاص انا فهمت انت عايز ايه بس ده معناه لو كانت كلمة اللي قلناها احنا فاهمين ان الموضوع مش كلام لما شفنا القرآن الموضوع له تبيعات لا احنا من الاخر كده احنا المشركين على فكرة العرب كانوا غير اليهود المشركين العرب كانوا بيخش وش في وش كده يعني اليهود تحس انه عايز يجيبها رف رف كده يعني مش عايز ايه مش عايز يرفض بيقعد يحور كده اليهود معروفين بالجو ده المشركين العرب لا احنا لو قلنا كده معناه احنا مش هنصل لان هما العرب مشورين بالصدق كانش يجزب يعني فاللي هيسيب نفسه مع القرآن هو هيكتشف لذلك فيه اثر جميل حتى لو فيه يعني من ناحية السند فيه ضعف شوية بسه نفسك مع المصحف ويشوف هيوديك فين يعني القرآن انا بحس القرآن بيعمل ايه لو انا من غير نظارة القرآن مثلا تخيل معايا تخيل لو في مرض المرض ده بيوصيب العين بيخلي العين تشوف الاحجام الجبال كبيرة بتشوف على انها نمل وبتشوف الاحجام الصغيرة نمل على انها جبال وبتشوف الالوان غلط ما فيش الوان بتشوف اوبيد واسود تخيل كده وبعدين جي الدكتور وانا بقى عايش كده انا عايش بتعامل متأقلم تماما ما عنديش اي مشكلة بتعامل مع الجبال على انها نمل ومع النمل على انه جبال وعايش حياتي اوبيد واسود وفي قمة السعاد جي الدكتور وانا بلبسني النظار تخيل اللحظة بقى انا كنت شايف انا كنت اعظم اشياء حقيرة سبحان الله وكنت احقر وتحسبونه هينا انت انت شايف هينا وهي عند الله اختلاف الاحجاب وهي عند الله عظيم في ناس تقولك لا لا مش عايز النظار دي بتقوله على فكرة النظار دي اللي بترجعك نورمال يعني انت الابنورمال اصلا يعني ممكن ترتدي النظار القرآن وشوف القرآن عظم ايه وحقر ايه وارضب ده هتقولي بس المجتمع مش بيعظم الحاجات دي والمجتمع اللي انا عايشه بيحقر اشياء بيتعامل معها وفي القرآن واخد حجم كبير جدا انا مش هستحمل لذلك تلقي القرآن بيحتاج فترة تتلقف خلوة بعيدة عن الناس عشان الناس ما تأثرش عليك انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنا وفراد انت واحد صاحبك بيحبك او الوحدك سبحان الله لان المجتمع بيضغط النبي صلى الله عليه وسلم اول لحظة لتلقي القرآن كان بعيد عن الناس سيدنا موسى اول لحظة لتلقي التوراة كان بعيد عن الناس فكرة الاعتكاف في رمضان كده انك تقرى القرآن وانت بعيد عن الناس شامحاتش اثر عليك معايه كمان بقى احنا الكورونا مخلينا بعيد عن الناس يعني من رحمة ربنا انا مش قادر اعتكف لا هتقعد في بيتك في الحجر وفي الحظر ومعاك مصحفك وبعيد عن الناس اقرى بقى القرآن ويعني افصل من العالم والبس النظارة الجديدة دي وبلاش المقاومة بلاش لما تيجي تلبس النظارة تلاقي بيقولك على حاجات عظيمة مش موجودة في حياتك لا احترم ان هي عظيمة معلش وبيقولك على حاجات حقيرة وانت معظمها جدا جدا معلش اقبل ده اضغط على نفسك فترة هتتعود اي نظارة جديدة في الاول بتعمل شوية زغلالة بعد كده شوية بتعيش معها عادي صح الواحد بياخد فترة على بل ما يتمرن على انه كلام ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو الستاندرد بتاعه يبقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله ما يخضش يعني اللي هو انا عبد على بل ما يستوعب المعنى ده انت قلت نقطة بتاعت الكورونا بس انا قبل ما اخش فيها كنت عايزة اسألك على هدفك مع القرآن لان اللي انا فهمه ان انت هدفك ان انت تفسر القرآن ومشاء الله قطعت يعني شوط كبير انا كنت عايزة اكرا بس مع الدروس بتاعتك في تفسير القرآن في بعض الصور كانت قاتلي فترة كنت بذكر فيها يعني فدروسك مشوالله قوية جدا جدا يعني فكنت عايزة اعرف الريليشنشيب بتاعتك مع القرآن وهدفك فيه والكلام ده هو بصراحة هو يعني الموضوع حصل انها تجربة شخصية وكنت حابب انقلها الناس مش اكتر يعني مش مسألة جو الشيخ والمفسر لا يعني انا في بداية الطريق الالتزام انا انبهرت بالقرآن حقيقي حقيقي انبهرت طبعا الحمد لله والدي والدتي كانوا بيغرسوا حب القرآن والدي بيحب التفسير جدا وعنده تفسير وكان بيقرأ ما كنت بشوفه بيقرأ انا ممكن اقرأ حاجات كده من باب الاستطلاع بس انت كنت عارف تجويد مثلا انا اصلا كنت مولود في السعودية فعندي خلفية برضو شوي بس لما جيت مصر فايه فعشت بقى اه 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 فانا لما في بداية الالتزام وعادت اعرف التفسير وبرضو كان ليه علاقة بالدكتور حازم شمان وهو كان بيحب القرآن جدا فكنا نقعد مع بعض يفسر لي حاجة نتدارس حاجة اكتر حاجة كانت صدماني ان انا مشاكلي موجودة في القرآن دي كانت صدمة انبهار يعني يعني انا عندي مشكلة مدقانية جدا فممكن اروح مثلا تصلي او تصدارس مع حد تفاجأ ان المشكلة بتحل عارف ده ايه ده صدمة والموضوع بيتكرر ايه ده طب انا حصلي هنا حالة اسمعها الانبهار بالقرآن فهو الخطوة انا عايز اوصلها للناس ايها الناس معلش انبهروا بالقرآن صدقوني والله عارف انت عارف انا حسيت بايه يعني ممكن نجيب لك مثال من وقع الشغل بتاعنا في الكلية احنا في القسم عندنا الكنيكا الفرماكولوجي نشتغل على فكرة الدراجز بنجرب الأدوية هتعمل مش بنكتشفه لا بعد ما بيكتشف طبيا بقى قصة كده المهم يعني فاحنا الميكانيزم بتاع الدواء يعني مثلا المشكلة الدواء بتاع الكورونا الوقتي ايه ايه اللي معطلوه عايزين يكتشفوا شكل دواء الدراج يمسك في ريسبتور ويمسك كويس فيعمل تأثير كويس المسكة دي دي اللي احنا بنسميها دراج ريسبتور المسكة دي لو حصلت صح تعشيئة دي الدواء بيشتغل كويس جدا خلاص يعودوا بقى يلعبوا في شكل الدواء لغاية لما يزبط مع مستقبل ما ريسبتور بيشتغل انا كنت بحس ان في ريسبتور جوانا القرآن بيمسك صح سبحان الله يعني احنا عندنا في الفارما يقولك ايه دراج ريسبتور افكت لو الدراج ريسبتور ده نجح الافكت بيبقى رائع اي كلام تاني غير القرآن ما بيزبطش قوي يعني بيصلح حتة يزبط على فكرة مثلا حتى الاغاني الموسيقى بتصلح حتة بس سايمة يعني ده غزاء برضو بس غزاء غزاء فاسد مش سليم وبي يعني ليه طالعينا طلعوا يغنوا ربنا بابي يقول لنا الا يعلم من خلق اللي خلقك من الزل الكلام هيشبك وهي هيزبط هيريحك تماما فده اللي انا حسيته القرآن بيعمل حاجة عجيبة بي بيصلحك من جوه قوي فانا اول حاجة عايز اوصلها الناس يعني لو انت قلت لي هدفك ايه في دروسك اقولك حاجتين بلخص فضل الله كل الدروس حاجتين الانبهار بالقرآن تاني حاجة انه يبدأ يعيش بقى هو تجربتك الشخصية مع القرآن هيبدأ هو لما يقرأ سورة كذا ويحب سورة كذا ويعيش مع سورة كذا هيفاجأ ان حياته فعلا انا ده غيرت واللي هيدوق ده مش عارف يسيبه فانا هدفي تشويق اللي هو الابهار وتدويق يعني انا ده هدفي بس في اول من ده انا همشي يعني انا هسحب نفسي عشان انا مبقاش انا الحجز بينه وبين المصحف يعني انا عايزة بقى جسر اول ماشين نفسي وهو ينجح في مسكة المصحف خلاص دورنا عن ده كده وده انا شايف ان ده دور الدعاية اصلا ربنا بيقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون يعني الشخص الرباني اللي يربط الناس بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم اخر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من فقه الرجل الرجل الفقيه ايه لما يجي يخطب جمعة مثلا ربنا يرجع لنا الجمعة عيني الرجل الفقيه يقصر الخطبة يقول خطبة صغيرة ويطيل الصلاة فاللي انا فهمه من المعنى ده انه يعرف يوصل الناس لارتباط بقرآن كتير بكلمات صغيرة يعني كلامنا يبقى قليل كلام ربنا هو اللي يبقى كتير فلو احنا نجحنا في الدعوة فهمت عزيزة؟ اه منطوكي جدا معاك لو احنا نجحنا في الدعوة ان انا دوري اربطه بجزء عامة وبعدين سلام عليكم انت عيش مع جزء عامة سنة بعدين تعالي دوري ان انا اربطك بجزء قد سامع بعدين سلام عليكم عيش معه سنة وبعدين دوري ان انا اربطك بصورة الكهف بعدين سلام عليكم بعد كده خلصنا المصحف سلام عليكم بقى عيش مع القرآن بقى ايه الحال المرتاح الخلص ورجع خلص ورجع خلاص انا كده مش خايف عليك الجزئيات الدين هتسأل على دي وهتتعلم دي وهتسأل على حكم ده خلاص الجزئيات هتحصلها ان شاء الله لكن انت انا حطيت احنا غيرنا الدين ايه تماما غيرنا البروسيسنج كله تغير كل حاجة تغيرت بطريق القرآن كويس طيب ممكن تقول لي يومك ماشي زي يعني في الطبيعي وفي الايام دي بتاعت الكورونا دي والله انا شخص عشوائي جدا فعلا سبحان الله انا انا بحب العشوائي جدا انتو مش بتخيل انا لو لفيت الكاميرا وشفت المكتب عامل ازاي هيبقى شكلنا بيخ جدا يعني ايه دي بس الحتة دي الحتة المنظمة الوحيدة عارف اللقاءات الفورمال اللي في البيت بتلاقي لابس فوق بتاعه ومن تحت لابس شورت مثلا وانا بالتاعت بفكر لو لو لقيت الشيخ لابس جلبية مش هارف اقول النقطة دي لان الجلبية كلها حاجة واحدة ايه بالزرط كده ما هو لا انا ما اسألت انا مش بحب بينه وبينك يعني انا عندي مشكلة وده غالب الشباب اللي حوالي عارفين المشكلة دي ما بحبش فكرة المناهج المنضبطة والافكار الهندسية والجداول المرتبة الكلام ده لا ليه بقى لان كل واحد له حياته كل واحد لازم ينجح ان يعيش حياته فحتى غالب الشباب لما بيسألني هو قللك ايه مش هتطلع منه بحاجة هيقعد يقولك شوف نفسك اختار لي ناسبك لكن انا من نوع اللي بحب بحب اخد راحتي في النوم مش هتبقى عارف يعني وشايف ان المشكلة مش ان انت تنم قد ايه المشكلة ان انت لما صحيت عملت ايه يعني انا مؤمن بالقاعدة دي جدا وشايف ان اليوم في بركة عظيمة جدا احنا اللي بنستهبل وبحب ان اللي هيعمل حاجة يعملها يعني هتهيس بدا وقت التهييس خلاص خلصنا التهييس ده وقت المذاكرة ده وقت المذاكرة مش كلا انت بتذاكر وقاعد على السوشيال ميديا وبتسمع درس وبتتخانق مع فلان يعني انت بتعمل ففي الاخرى بتعملش حاجة انا بحب لو انا هذاكر كنت مثلا قبل الالتزام قاعدين على القهوة يبقى قاعدين على القهوة مش بحبش النكت خلاص روحت البيت هذاكر يبقى انا هفين موبايل وهذاكر ساعتين الموضوع انتهى ساعتين مذاكرة يبقى ساعتين مذاكرة فكده الوقت هندي ساعتين للقرآن يبقى ساعتين قرآن مش هنهزر خلاص هنام هنام 6-7 ساعات براحتي خالص 8 ساعات هنام يبقى هنام فهي بس الفكرة دايما في فكرة وفيه افكار بقى كتير الناس عبقرة في موضوع ترتيب الوقت وكده الناس اصلا احسن مننا كتير في القصة دي لكن انا بحب هتعمل الحاجة اعملها صح ما تعدش تعمل 50 حاجة داخل محاضرة انا بقول للطلبة ما بجدي سيكشن اواشرح محاضرة يعني مش مهم لو انا في ايدي الغياب اطلعوا مش مهم جيت انا اكتر حاجة مثلا بتجيب لي مشكلة عندي بتعمل لي error في فعلا بقى رايح محاضرة الساعة 8 الصبح انا اصلا كائن للي يعني بنامي الفجر وبصحة ظهر فالجدول نزل ان انا عندي محاضرة 8 الصبح فهتطر اروح فرايح من شايف قدامي وكاره نفسي وعندين بتروح 8 الصبح بتكتشف ان في حياة الناس كلها بتدلعب بتصحة 8 الصبح انا كنت بحسب وانا الوحيد اللي اصحة فارحت المحاضرة وتلاقي الطلبة موجودين في المدرج وانتلاقي طالب بيتكلم وطالب نائم وما فيش غياب انا هنا بابع عندي مشكلة طب يا ابني انا لو ما كانك اقسم بالله كنت نمت في البيت يعني انا ما طب انت جيت انت جيت استفيد ففي ناس بتحب تاخد كل حاجة والقاعدة الاساسية اسألة انا عندي اولادي الصوائرين خالص تقوله القاعدة بيتقول ايه؟ لك القاعدة بتقول محدش بياخد كل حاجة مش هتاخد كل حاجة انا شايف اه نايس اكمل لا اتفضل انا شايف ان النقط دي مهمة جدا الحاجات اللي انت بتقولها دي لان هي دي اللي بتحسس الناس ان اللي هما بيسمعوه ده انسان فاهمني فده بيعمل كذا حاجة اولا اه بيحسسني بالامل ان انا ممكن في يوم من الايام لو اجتهدت اه اقدر احصل علم مثلا وان الموضوع مش مستحيل اه ثانيا بيحسسني انه او بيسهل علي ان انا اسمعك لان انت حاسس بيا وان ان انت برضو عندك مشكلة في تنظيم الوقت وان ان انت مكتبك مش منظم زي وان ان انت مش عارف ايه فالحوارات دي كلها انا بحب اخش فيها شوية اه عشان الواحد فعلا بيبقى فاكر انه ان الهيروز دول اعرف او الافنجرز دول اه ما هماش مش زينا وده اللي بيصدمنا ان احنا اه لما بنقرب منهم بنبقى عندنا توقعات عالية جدا وبنلاقي ان هم بشر فبيقلوا من نظرنا اه انا دايما عندي دايما عندي المشكلة دي ما هي دي دي مشكلة كنت كلمت مش فاكر عنها في درس ايه اللي هو التصور الملائكي يعني ملائكة مستغربة ازاي ربنا يخلق واحد بيعصي فده كان تصور ملائكي لان هم البشر بيعصوا كله بني قدم خطاء افتكر في مرة شاب اه كان رايح يقابل شيخ فالشيخ ادالهم عاد الفجر فالشيخ راحت عليه نومة مصليش الفجر فالشاب ده قال لا انا ما عدتش اروح له تاني يا ابني انت في عقلية كده يعني يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في سفر وناموا وراح عليهم الفجر يعني انت بتعمل ايه يعني انت في ناس كده هي عندها تصور ملائكي جدا انا اقول لك على حاجة بينه وبينك يعني بس احنا خلاص بقينا على شايرة اه عاش بقى تصها انا لما الواحد نوعا ما نوعا ما يعني بدأ الناس تسمع دروس ويعمل دروس وكده يعني وبدأوا يقولوا شيخ انا كنت بتخد لان انا حياتي فيها جزء كبير طبيعي يعني وبتغلط فبدأت اقول ايه ده يعني المشايخ تلعو انا بقيت نوعا شيخ وعادي ايه ده هما تلعو عاديين يعني انا بدأت اتصدم في نفسي بعدين اكتشفت ان هي هما بشر بيزعلوا جدا وبيحب حد ياخد بايده حبش بقى الواحد وبيحب مساعدة ودعم لذلك يعني اسوأ حاجة السوشيال ميديا عملتها انك ما بتشوفش الصورة كامدة للشخص صح جدا انا عايز اقولك انا خدت كمية صدمات يعني الحمد لله الواحد بيحب يتعرف على اي حد المتصدر او يتعرف عليه يستفيد منه غالب يعني ده الدقعة ده حقيقية فعلا غالب اللي اتعرفت عليه من السوشيال ميديا عالارض هو مختلف تماما عن السوشيال ميديا هو عالارض حاجة يعني ممكن فعلا ده كتير سوشيال ميديا صارم واجابة جافة وش عالف ايه وهو على الواقع يعني طيب جدا جدا فوق ما تتخيل يعني فوق ما تتخيل يعني انت بتبقى مستغرب اظن كان فيه مقالة زمان مش فاكر مش زمان مش فاكر الله كنت بتكلم على شيخ وجدان في المعنى ده فبيقول لي كان فيه مقالة اسمها ارجوك لا تقابل اديبك المفضل او حاجة زي كده يعني بتكون بتحب حد جدا وبتقراله فيه مقالة بتقول never meet your heroes ما تقابلش الهيرو بتاعك اه ما هو بالزبط كده يعني وده غلط في التصور يعني لان احنا بشر يعني وبرضو بيني وبينك يعني ضمن بيني وبينك يعني انا مش عالف اقول اخد راحتي ولا ايه ده دوس عادي جدا بقى فيه فكرة كده سواء في البرامج الدعوية او في غيرها ان احنا بنطلع الدعوية ازا ستار يعني 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 بنقدمه انه هو نجمة يعني يعني كأنه بطل فيلم كده يعني ده من باب رأي الشخص يعني المبلغة في تحضيرات البرامج وتزبيط مش عارف ايه يا جماعة يعني ما يطلع منعكش عادي معه ما هو مع الناس هر يعني يعني انا بغلط الغلط ده يعني بس قصدي ان هو ما تديروش تصور يعني انت عارف اللي الناس بتمباهر لما تشوف الممثل لانه بيطلع فيه فيه شاشة دايما فرقهم عن بعض لأ يعني هو بن ادم بيحاول يكتهد فضل الله بيبذل بس هو في الاخر بني ادم يعني مع اسرته مع بيته مع اولاده في شغله بني ادم يعني مش الصورة المتخيلة دي ودي من عيب السوشيال مادي طب خلينا اسألك سؤال غريب شوية مع السواجف باني هل هل الشيوخ اه وانا مش عارف برضو انت بتعتبر نفسك من الشيوخ اه لا انا شيخ كبير جدا خد يعني هل الشيوخ بيطلبوا اه كم من الاحترام معين فاهمني يعني هل بيبقوا متوقعين ان الناس تحترمهم بشكل معين يعني مثلا مثلا يعني الفرق بيني وبينك في السن مش كبير خلص اربع خمس سنين مثلا اه فاحنا يعني ممكن اقولك ايا ايا برو مثلا وبتاع هل دي حاجة بتبقى اوفنسف بالنسبالك هل انت بتبقى متوقع الناس تعملك بطريقة معينة ولو حد خد صاحبك مثلا او او خد راحته معاك هل ده بيبقى بيعمل ايرو عندك سنينة بتقول برضو يعني عشان تبقى الاجابة نحاول ننصف كل الاطراف اه في جزء شخصي في الحياة يعني انا مش اي حد هسمح له ان هو حتى لو تعاملت كطبيب بعيدا عن يعني مش اي حد يقتحم حياتي اه فا يعني كل حد في الدنيا له قسطة من الاحترام كيس يعني انت مش هتلاقي اه دكتور هيقول لك لا ده محتاج تعمله او زابط او مش عارف مين او او بياخد الوالد الاخت الاخ فيه نوع من الاحترام فلو افتردنا مش مش يعني شيخ معين او عالم معين هو لازم يبقى له قسطة من الاحترام طب فيه ناس قريبة منه وده انا شفته كتير مع كتير من الدعاوة الناس القريبين واصغر منه وفرقات لا تهيس عادي جدا تهيس وهزار وقلش وقلش جامد يعني مش قالش شيخ لا مش قالش شيخ خالص انا مش عايز اقول كلام بس هو بيسمح بده في منطقة معينة لان انا اه انت خلاص احنا يعني اصدقاء لكن انا مش معنى يقولك ايه اصله هو بما انه هو شيخ يبقى ياخد على فهم كله لا ما هو برضه يعني يعني انت فهم قصدي لكن لا اصل انت شيخ يبقى انت لازم تبقى لا ممين اللي قال ما انا بني ادم يعني انا راكد مع سواء تاكسي بما ان انت شيخ انت مش هتفاصل وهتاخد على عفاك وتسكت وبعدين انت شيخ روحت معيش اصلا انا شايل اسمح لي بقى طلع في جوايا وبما ان انا بدي محاضرة عشان انا ملتحي يبقى انا ما تزعلش للطلبة وما تتغدش عليهم في الشفوي في الامتحان وبما ان انت شيخ هو برضه ده ضمن التصور الملعيكي لا ما هو برضه يعني انا ليه حقوقي كبني ادم فكرة بقى انه ياخد فوق الصورة اللي فيها كبر دي ممنوعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الاعرابي والنبي قاعد مع الصحابة يقول ايكم محمد احنا بس لو نجحنا بدي بس خلاص انا مش عايز اكتر من كده هو انت متخيل يعني يقول ايكم محمد يعني انت متخيل المشهد وفي نفس الوقت تنزل ايات الاعرابي الواقف بره بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويناده يقول يا محمد ان الذين ينادونك من وراء الحجرة اكثرهم لا يعقلون يعني مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابة ان بقى كل من هب ودب يجي لا لا تجعلوا دعاء الرسولي بينكم كدعاء بعضكم بعضا فبالتالي مش هينفعنا استدل بيه ان العرابي كان يقول ايكم محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الصحابة ممكن العرابي ما يلاحص الفرق عايزين نوازنها بقى برضو القرآن قال له لا ما انت يعني الدنيا مش مفتوحة كده فآه احنا محتاجين الداعية ينزل لدرجة من العلاقة انه يسمح يعني يعني الشاب راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه دا ليه بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم كسر الحواجز لدرجة انه ما خافش يقول له ايه دا ليه بالزنا فيه حواجز الحواجز دي ممكن مش لازم الشيخ دا ممكن الشيخ ولا غلطة ممكن المجتمع طريق تفكيره ممكن ما حصلش نوع من انا حينا بنزل مع الدكتور حازم شمان ربنا يبرك له حينا ممكن ننزل نكلم شباب في الشارع الشاب اول ما يشوفك ملك الموت شايف ملك الموت يتخض يعني بنقى في 10 دقيقة بس نتكلم وتهزر وبتاع خلص هو فضل الله الحواجز انتفكيت ممكن نقعد ساعتين نتكلم معهم وتهزر وبتاع هو هنا لما حصل اللقاء مش على السوشيال ميديا لما حصل لقاء مباشر الدنيا فات كتا فده ما بيسمحش يعني بيسمح له كل يعني اقول لك على حاجة من المشايخ اللي شكلهم يخض مثلا واحد وفي اجاباته وفي الفتاوى شيخ مصطفى العدوي اجاباته الشيخ مصطفى العدوي عن المستوى الشخصي علاقة انسانية رائعة جدا يعني لو روحت له في اي وقت لازم تقعد تاكل ويطلع يوصلني وفي مرة من كتر ما هو بيجري عشان يوصلني طلع حافي يا شيخ طب خلاص والله يعني ولازم اي حد يروح له يدي له هدايا كتير يعني درجة انه نهيتي بتفسد كنت بروح عشان يعني تاخد هدية هو شريف برضو بيقول لي كل ما يروح له لازم يدي له كتاب وبتاع يعني لا شريف بيروح يعبي ما شاء الله طيب هو هو اصلا الشيخ كويس دلوقتي ولا يعني كان مشكلة حصلت لما عمل اللايب فيديو بتاع الخطبة دلوقتي انا لسه مكلمهم بارح اظن الوضع على كيس الحمد لله الحمد لله رب العالمين كيس بس بأكد عليك الريكوردين شغال صح بتاع الصوت شغال اوكي كويس تعبت لا لا ما فيش مشكلة ان شاء الله طيب كنت تكلمت عن يومك كده سريعا وكلمنا عن الكورونا وبتاع كنت عايز اعرف دلوقتي من تأكيد المسجد بالنسبة لك حاجة رؤيسية جدا في حياتك فاتعملت ازاي مع الصدمة بتاعة ان ما فيش مساجد دي والله بص خلني برضو اقول حاجة مهمة انه انا عارف ان احنا كلنا اصلا ما بقلناش يعني ما مرناش بالظروف دي خالص وما بقلناش اصلا كتير فيها يعني بقلناش اصلا شهر اولا حاجة فانا انا مدرك ان ممكن ما تكونش اصلا افكارك كلها مكتملة ممكن تكون لسه بتفكر في حاجة يعني فعشان كده حابب جدا نتكلم في نتكلم دلوقتي يعني فاهمني لا هو لا شك ان احنا كلنا خدنا الصدمة بس مش عارف انا حاسس ان الموضوع ده فيه خير كبير جدا وانا الله سبحان الله يعني انا انت مش متخيل يعني نوعا ما الحمد لله مدى الاستبشار اللي الواحد حسس به انت لما بتشوف اوضاع غلط كتير ومش عارف تتدخل مش عارف تعمل حاجة فبتحس ان فيه حاجة جات بتعيد تفكير البشر كلهم يعني مش بتعيد تفكير يعني بتجبرك انت راحين فين قاف قاف كده وعيد تفكير بحيث ان ان شاء الله لما الموضوع يعدي لو انت كملت بنفس الطريقة وبنفس الحياة انت حر انا وقفتك والتالي خد فرصة فكر الصدمات دي بتكون مؤلمة بس ما هي الالام دي هي اللي بتصنع العضلات يعني الجيم ما هو الام هزيمة احد المسلمين اتهزموا يعني يعني انت مش تخيل يعني ايه ان احنا نبقى رايحين غزوة تخيل كده عزك تخيل احنا طالعين غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ودي كمان الشباب الصغير كتصدمة بالنسبة له في احد ليه وما راحش بدر وما راحش غزوة بدر وسمع ان كان فيه غزوة وكان عددنا صغير خالص وروح نكسبنا الكفار ورجعنا يعني فاحنا طالعين احد طالعين نعمل ايه طالعين نكسب الكفار ونرجع فانا متقهب معرفش يعني ايه هزيمة ما جربتهاش اصلا يعني ما جربتش الهزيم فطالعين ومعانا النبي صلى الله عليه وسلم ان الموضوع طالع مش كده خالص يعني ربنا بيقولهم ولقد كنتم تمناونا الموتة من قبل ان تلقوه يعني انتو كان عندكوا تصورات غلط عن الشهادة في سبيل الله ده الموضوع طالع كبير يعني حصلت الهزيمة صحبي يموت حبيبي يموت سيدنا حمزة يموت سيدنا مصعب يموت الدم ينزل من وش النبي صلى الله عليه وسلم يروحوا يوقفوا الدم مش راضي يقف يجيبوا حاجة ويولعوا فيها يحطوها في وش النبي صلى الله عليه وسلم عشان الدم يقف انا هذا الصحابة سألوا القرآن اثبت السؤال ده حصل ازاي حتى الان الامة الاسلامية بتستفيد من هزيمة احد ومن ايات قالي عمروان استفادة عظمة والصحابة نفسهم استفادوا منها فالصدمات دي بتفوق المجتمعات بتعيد التفكير بتقوي الايمان يعني لو عادنا نستطر الصدمات دي بتعمل ايه في الحياة ده بتعمل يعني زي ما قولك زي دي بيروح الجم كده هو شايف نفسه انت الواحد لما بيقعد يتفرج على حد بيجري او على حد بيعمل رياضة او كده بيحس ايه الموضوع سهل جدا يعني هو قاعد بيتفرج حسس ان هو قاعد ممكن يعمل نفس الحق اول ما بيقوم عشان يروح مثلا الجم او اي حاجة هو بينهج عبل ما بيوصل بيكتشف ان الموضوع كبير الصدمات بقى المتتالية دي بتطلع عضلات الايمان يعني فيه ناس هتطلع ان شاء الله من الازمة دي دينها مختلف تماما انا واثق في ده الدين اللي كان معتمد انك تنزل تصلي في احلى مسجد وفي اجمل صوت واكتشفت ان انا لازم احافظ على ديني في الازمات وحتى لو لوحدي وهقوم ادور على معادل الصلاة وهعمل مكان في البيت للصلاة والضعفة لقى هكمل دخال دا ديني ويبقى عامل ازاي الازمة دي بتصنع رجالة فكلنا تصدمنا كلنا زعلنا لكن مش هانف عنا اقضيها كده لازم نقوم بقى يعني الواحد استوعب كمية الفرص الدعوية اللي مضيعينها كانت كبيرة جدا لما بدأت الدعوة الانلاين اكتشفنا طب احنا كنا بنهرج يعني اكشفنا ان فيه اقبال رهيب ده احنا كنا مقصرين جدا ازاي معلش يعني ازمة كورونا اعادت معظم الناس في البيت واعادت كتير من الدعاء في البيت الدعاء بدأوا المساجد قفلت طبعا اشتغل اونلاين اشتغل اونلاين يفاجأ انه يجي يعمل غرفة زوم الف تتملة تزود غرفة الف كمان تتملة تزود الف كمان تتملة الناس دي كانت موجودة وانا مقصر معاها اصلا يعني الناس موجودة شباب كتير اعمل لنا معاهد شرعية نطلب علم فيها مش انتو بتقولوا طلبوا العلم احنا عايزين فالازمات دي بتعرفك حاجات كتير كتير جدا وبتساعدك يا ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك بيقولك انا قعدت الناس وعملت لها صدمة اتكلم بقى انت يعني انت احيانا ناسها ما بتكون مشغولة مش عايزة تسمعك رتم الحياة سريع جدا جدا يصحى ستة الصبح الشغل يروح يخلص يرجع بالليل ينام الوقت يتصدم ايه ده ممكن اموت في لحظة محدش يقرب من حد قادة دول بيخايفين من الازمات وخايف ان يجي له كورونا الانسان طلع ضعيف ما طلعش زي ما هو السوبرمان ولا حاجة ما طلعش ده فانا اكتشفت ان احنا مضيعين فرص دعوية اكتشفت ان انا ضعيف تعبوديا انا انا كنت قوي تعبوديا مع الناس الصدمات دي مهمة للي عايز يطور من نفسه مهمة للي عايز تعبوديا يبقى قوي اللي عايز يعرف قد ايه هو يعني من الاخر حاسيت انها بتحطنا قدام نفسي وبتحطنا قدام نفسنا اللي هينجح يعني زي الصحابة كده لما تحطوا في ظروف في مكة صعبة قوي ونجحوا فيها قادوا العالم مهم يعني بداية الصحابة ما كاتش البداية اللطيفة الكيوت اللي مفيش فيها اي مشاكل والجو المكيف لا 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 مع كل ازمة بقى بعد كده النبس السلام ينادي على المسلمين الاوائل لان دول اللي تربوا صح الشباب اللي عايز يحافظ على دينه من 2011 لغاية الوقت 20-20 احداث رهيبة متتالية بحاول يمسك في دينه مشاكل وابتلقات واختلافات وثورات وخلافات نخب وابتلقات رهيبة ولسه ماسك في دينه وبيدور انا شايف الله سبحانه وتعالى يصنع لهذا الدين لا يعني اللي بيحصل ده فعلا ان ربي لطيف لما يشاء يعني زي سيدني يوسف كده لطف ربنا بيه خطوة بخطوة اللي بيحصل مع الاجيال دي ان الدعاء مش عارفين يربوا الناس ربنا بيربينا سبحانه الله نت صدام انا حاسس ان وعي الشباب بيزيد حاسس ان يعني انا لما بقابل الشباب اللو هم دين الفترة دي لأ انضج مننا بكتير لما بقابل الشباب الجيل ده بحس انه اكثر وعيا واكثر نوبجا كنت بقولك انا بحس ان احنا الجيل بتاعنا هو مش قديم قوي بس نوعا ما عشان عاش حياستقرار فترة طويلة بقى اشبه بسميها انا تربية الموظفين يعني ايه تربية الموظفين الموظف بيتحط في وظيفة ويفضل فيها لغاية لما يموت الجيل الجديد لقى هو ما بيليش وظيفة اصلا وبيتنقل ما بين الوظائف وشوية يعمل شفت للكرير بتاعه اصلا فهو عنده جرأة على مستوى الدنيا ودخل الدين لقى رموز بتسقط ورموز بتصعد واختلافات ومطالب انه هو يبحث الاجيال دي بحسها اكثر نوبجا كل شوية بييجي جيل يقدر يواجه الازمات لاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يأتي على الناس زمان الا والذي بعده شره منه المشاكل بتزيد فمحتاجين اجيال اقوى وده اللي معلش نوعا ما بيخليني اصر ان احنا نطرح دين عالي شوية يعني اذا كان في ناس هتتخصص في انها تقدم الكابسولات الدينية الجميلة للي بيغرق عشان تنقزه لازم ناس تتخصص انها تخاطب بمستوى دين عالي لان احنا عايزين ناس تشيل دين الازمات بتزيد يعني انا اضطريت للأسف فترة طويلة اضطر ان انا ذاكر قضايا الحدية وشبهات واقرأ كتب كتير في الفلسفة وحاجات نظريات انا مكنتش انترست بيها بسبب ان انا لقيت ده موجود يعني ده ما كانش موجود فالمشاكل بتكتر انت مضطر انك تواكب فاللي مش هيطور من نفسه ومش هيواكب يبع عنده وعي ثقافي وعي اقتصادي باللي بيحصل في العالم وعي سياسي الوعي ده مع القوة الدين مهمة جدا طيب خلني نسألك حاجة انت كنت قلتها بتاعت ان احنا مقصرين هل انت يعني انت بتجيب منين الحتة بتاعت المسئولية انه المشاكلة دي بفكر فيها كتير قوي انه مثلا هل انت في مكانك دلوقتي هل انت من حقك ان انت تختار انك ما عدتش تعمل محتوى او ما عدتش تعمل دروس بتجيب بتجيب منين الحافز بتاع ان انت تحس بالمسئولية انه ايه ده ده انا ممكن اعمل درس اونلاين ده انا مش كفاة دوت ده انا مش كفاة ده بتتعامل ازاي مع الضغط الرهيب دوت فاهم فاهم السؤال فاهم اما هو ايه بص ايه لو احنا نجحنا زي ما قلت في الاول انا هتعامل مع الدين على انه هو اعديك مثال كنت سمعته زمان لو دينك هو ابنك الوحيد يعني لو انا ابني تخيل عندي ابن واحد وربنا عافينا تعب الساعة تلاتة بالليل هعمل ايه هشيل وجري الناس هتقول لي انت رايح فين واستنى للصبح مش هسمحهم هنا في عاطفة محركة العاطفة دي بصنا المعجزات العاطفة دي لو تسرعت جوانا يعني انا في مرة افتكر كنت بزور احد الشباب بتولي مرض صعب جدا جالوا كانسر في المخ والورن ده ضغط على مراكز البصر ومراكز السمع فما عادش بيشوف ومعادش بيشوف وكان خلاص يعني في فروحنا نزوره قبل ما سبحان الله قبل ما يتوفى الله يعني فزورنا وكنا بنصبر والدته مع احد المشايخ ونصبر والدته والدته كانت في قيمة الصبر والرضو فسألناها سؤال عجيب او الشيخ اللي كان معايا سألها سؤال عجيب قال لها ممكن عرف انت بتتواصلي معها ازاي كلام ده من زمان كلام ده خمستاشر سنة تقريبا قال لها ممكن عرف انت بتتواصلي معها ازاي قالت له باخد ايده واكتب الحرف على الايد بكتب مثلا قلت لها قلنا لها قوليله احنا بنحبك فكتبت باء فهم هو قيل باء حاء لو قال جين تعمل كده تمسح تعمل تاني فيقول حاء لغاية لها ما تتكوني كده انا بعد فترة اكتشفت ان الفكرة دي بدأت تنتشر بعد فترة يومها سألناها مين اللي قالك على الفكرة دي قلت لي مفيش حد سبا الله الحب حبها لابنها خلاها تبتكر طريقة يعني خلاها ما تنتظرش حد يقول لها تعمل ايه لو احنا ما شعرنا تجاه دينا ان هو ابننا الوحيد احنا جوانا مشاعر تجاه الدين ده في ناس انا اقول لك الحاج انا مش غوي كورة اوي حتى من زمان مش غوي كورة وكنت بستغرب اللي بيسافر يتفرج على المطشف يعني يدفع فلوس ويسافر انا مش فاهم يا ابني ما تقعد تتفرج عليه في البيت تعمل حتى ده انت ممكن لو قاعد تتفرج في الاستاذ وحد مثلا رخم عليك من وراء وجيت تضربه الجون دخل ما شفتش الجون يعني طب ما تقعد وهيتعادلك من كل الزوايا في البيت يعني انا ما كنتش فاهم يعني انا بحسبها من منطقية شوية مش فاهم هو اللي يخليه يعمل في نفسه كده هو جوا حب الفريق يقول لك انا ما اقدرش مش ههم ايه اللي ما تقدرش يعني هل هم هناك هيسألوا عليك ولو ما جيتش مثلا هيترودوك من يعني احيانا احنا بنعمل مع الدين كده يقول لك هو مش واجب عليك يا ابني انا مش بتكلم في الواجب بالوقتي يعني زي ما التاني ده اللي راح يشجع خريق كرة و انا مستغرب لا الامر يستحق ده ولا الامر يستاهل ده ولا حد يزعقلك الشغف اللي جواه دفعوا ان يروح اشتري التشيرت حتى يقول لك لا اشتري الاصلي ما اشتريش المضروب يا ابني هما مش هيكشفوا على التشيرتات انت محدش هياخد باله يعني انت لو جبنا واحد مضروب ان شاء الله من استبرق حتى يعني لو يعني محدش هياخد باله ان ده لا يقول لك لا لا ليه العاطفة تصنع المعجزات يعني قد شغفها حبة اننا لنراها في ضلال مبين هي لما حبت سيدة يوسف هي كتتجنن وحاولت فاذا كان ده في الضلال فده موجود في الحق اللي بيحب حاجة بيصنع عشانها المعجزات حتى على مستوى انا بيقولش انه هو على مستوى يعني ممكن شخص بسيط جدا امكانياته بسيطة جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب درهم سبق ألف درهم مش بالكم احنا الدين بتاعنا مش بالكم مش بالفيورز مش بالانتاج الكبير لا لا احنا ربنا اتطلع عليك ولاك صادق وده اللي املكه يا رب انا اللي املكه ان انا حفظ ابني الصغير القرآن بس ده اللي املكه انا اللي انا املكه ان انا اشتريت كتاب ما بعرفش اذاكر دين اشتريت كتاب روحت الديته الواحد شكله كده بيه فهم في الدين بتقوله بقولك ايه ما تذاكر الكتاب ده واعمل فيه جميلة اي حاجة فالاستمرار من غير مشاعر صعب جدا ما انزلنا عليك القرآن لتشق لو لقينا الشقاء في حاجة غلط في حاجة يعني ربنا بيقول ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون احنا بقى معانا حاجة بتهون علينا الالام وترجونا من الله ما لا ترجوه لو فقدنا الاعلاقة دي الطريق موحش فعلا طريق صعب فجأة هتلاقي كان حوالي الجنة اختفت لو احنا لذلك اخطر حاجة اللي يمشي في طريق الدين يتوقف عن البناء الايماني خطر ويتحول الى متكلم فقط يعني مرعبة مرعبة انه هو يتحول الى بيحضر عشان يقول وهو الكلام ما بيعديش عليه هو تأمرون الناس بالبر وتنسونا انفسكم حرف يعني واحد نسي نسي يكلم نفسه يعني عندي النهاردة درس وبكرة عندي كذا ايوا نفسك فين في الجدول يعني فين احمد عبد المنعم في حياة احمد عبد المنعم فين يعني متديله قدية من الوقت ما هو بني ادم بيجي له شهوات وبيغلط وبيتخطر عليه شبهات وعنده مشاكل وعنده تكاليف مش قادر عليها بني ادم محتاج تهتم بيه محتاج تسمعه دين محتاج تسمعه قرآن محتاج يكسر يكسر نفسه محتاج يروح يتعلم ما هو محتاج لو نيسى ده وظن انه هو وصل هينزل على فالاستمرار وتحمل المسئولية الشغف بيحول المسئولية لمتعة ولزة وبزل لو كنت بقابل دعاء ما بيناموش غير في العربية ودي شفتها بنفسي يعني بدون ذكر اسماء فترة نومه مع مخد في العربية يعني ما بيسافر من محافظة لمحافظة يطلع المخد مع مخد يعني كنت نقوله بعد ازنك يا شيخ ممكن نسافر معاك وانت رايح تدي درس قول معلش يحذروني ده وقت نومي يعني بتخيل بتخيل الصدمة اللي أنا كنت بقى يعني يعني ده وقت نومي وبالفعل تقوله خلاص مش هزعج حضرتك تقعد انت قدام هو مع المخد يطلعها وينمع على الكنبة اللي ورا بس طب هو مين يعني في ناس تقولك ايه بس ده مش واجب عليه ما هو احنا مش نتكلم هنا في واجب هو جوا مشاعر بتخليه يعمل يندفع لده وحب الحب بيصنع المعجزات هو واجب عليك انك انت تجيب هدية لابنك كميلة وتحاول تلفها لفها حلوة قوي وتنقي حاجة ظريفة جدا هو ابنك ممكن مش واخد باله من التفاصيل دي الحب بيصنع ده لو الحب بدأ يخفض عن رأي ممكن يبقى يعني شديد شوية حتى لو هيتوقف قليلا ما يتوقفش تماما لان دي بتبقى برضو عايزة موازنة ويملى يشحن ويرجع عن طلق يشحن ايمان يشحن اه يشحن ايمان اتعامل لك بني ادم زيك عادي انت اصلا من الاول بني ادم زيك زي ناس بتحتاج تسمع بتحتاج دين بتحتاج تتعلم بتحتاج صحبة صلحة بتحتاج حد يثبتك بتحتاج تفطفط مع حد بتحتاج تتناقش انت مش تعريفك مش داعية بس انت بني ادم واحد وظائفك انك انت داعية لكن انت بني ادم بتعبد بتصلي بالوالدين بتحتاج حد ينصحك بتحتاج تسمع نقد عيش طبيعي ما تبقاش انت مش خارق التصور ده مهلك طيب دلوقتي انت يعني انت بتستخدم السوشيال ميديا في المحتوى بتاعك فانت بتمر بكل التحديات بتاعت ان انت محتاج ريتش اعلى محتاج يعني انت في اللعبة انت في اللعبة معنا فهم او احنا كلنا في اللعبة بتتغلب ازاي على على الازمة بتاعت ان انت ممكن ما يجي لكش اللي انت مستنيها بتتغلب على الازمات دي ازاي وطبعا نخلينا نكون واقعيين احنا كبني ادمين بني 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 ادم طبيعي بتزعل انك تعبت في محتوى وتبص وتلاقي ان ما حدش سمع في فارق بين المشاعر الطبيعية يعني بالزبط كده مع الفارق في التشبيه مثلا يقول لك ازمة كورونا خلتنا احنا ممكن نموت فجأة يقول لك اخاف ولا ما خافش هل المؤمن يخاف الخوف الطبيعي اه بني ادم بيخاف انا عايشة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا من احب لقاء الله احب الله لقاءه سيدة عايشة الفطرة قلت له يا رسول الله هو مين اللي بيحب يموت كلنا منحبش نموت يعني فعادي انا خبي مش عاري فشرح الله لا مش دمعنا الحديث ايوة كلنا منخاف منموت المؤمن اول لما هيجي يموت ملاكة الجنة والنعيم هيحب بقى يكمل اللي يموت نحن ففكرة ان انا عندي شعور طبيعي اه ده بيحسن ازاي وزنه بقى ازاي يركب عليه مشاعر توزنه ازاي ما ماعملش غرضي على الفيو بس ازاي انا مش بقول انا بعمل ده انا بقول انا محتاج ده يعني انا انا اكتشاف بتمرن نفسك علي يعني اه واكتشفت ان ايه دايما اللي برا زي ما انت بتقول اللي برا اللعبة بينصح بسهولة يعني اللي واحد لما كان برا الموضوع الناس اللي بتهتم بالمشاهدات وده حاجة يا اخي اعوذ بالله مش ممكن الناس دي تفكيرها سيئ جدا بعدين اول ما انت بتيجي تخش جوه المنظومة دي انت كمان بتهتم بالمشاهدات وم انت ايه لا بس اصلا غيرهم هم بيهتموا المشاهدات عشان هم منافقين لا انا عايز الدعوة تنتشر اه هو انا منافق ولا لا انا ابن حلال مصفي مش ممكن لا لا فهو الانسان بيفضل يبرر لنفسه وده مش صح يعني لازم يبقى صادق مع نفسه اه فلازم اوازن اه انا عايز الدعوة تنتشر لكن بدون ما اغير في المحتوى عشان يرضي الناس بدون ما اتوقف ويبقى المحرك الرئيسي هو ده هتقول ليه اعرف منين هقول لك هتختبر ده يعمل واحد شافه في الطريق هتختبر يعني يعمل واحد رايح درس وبتاعه المسجد يقول لك والله احنا ما عملناش اعلان بسبب ظروف ما كده يعني فروح تلاقيت عشر هنا هتحصل دي كتير في ناس اللي لا في فراجة وهنا بيقول لنفسه وهو لا في فراجة انا عملت كده عشان ادي مفيش حد بيقول انا وحش اكيد يعني محدش بيقول انا عملت ده بصراحة عشان انا هنا كنت منافق وهنا كنت لا هو كل حاجة هعرف ابرر لنفسي فهتختبر صدقك هيختبر هتختبر انت غيرت الكلام ولا لا عشان الاعداد غيرت المحتوى ولا لا غيرت مبادئك تنزلت عمبادئك ولا لا افلتك النفسية هي اللي بقت متحكمة فيك لما الاعداد بدأت هي اللي بقت متحكمة فيك المحرك الرئيسي الحاجات دي بتظهر معنا كلنا فيش حد يعني بيتوه منها ولا بيفلت منها هيختبر عصد ده طريق ربنا يعني ربنا مش هيسي يعني يعني الاختبار في طريق ربنا بلاش تكسب الناس من خلال ربنا يعني بلاش يعني بلاش الورقة اللي تكسب بها الناس اكسب الناس بحاجة تانية ابعد عن الدين دي صعب قوي وتكرار بقى المعاني عارف زي بل الضغط يقول لك ايه انا امام في الصلاة وصوتي حل وبيجي لي الرياء اعمل ايه اتوقف عن الامام اقول له لا جاهد نفسك خلي في بينك ومن ربنا اعمال من السر صلي قيام ليه لوحدك حاول تفكر نفسك لما الناس تثني عليك اه تفكر نفسك كل واحد فينا عارف حياته اعم يعني كل واحد فينا اه مهما بدأ قدام الناس انا عارفين حياتنا كويس جدا يعني يعني انا باعدة تخيل كده لو كل واحد فينا صحيفة السياد بتاعته والحاجات اللي بيعملها الواحده اتوزعت على الناس كده بعد صارات الجمعة يعني تخيل الفضيحة يعني اللي بيخطب ده تخيل صحيفة السيادة يعني فبلاش نمثل على بعض احنا عارفين كويس حجمنا فانا محتاجة فكر نفسي بدا محتاجة جاهد وهي لازم هيفضل فيه نوع من الموازنة ما منوازنة زي ما قلتلك الشرع بقى بيقولك عشان ما تخشش في وسوسة انت عملت ده ليه انت الدافع الرئيسي كنت عشان انت غيرت زي ما قلتلك من مبادئك غيرت من حاجات لعبت في حاجات قلت حاجات لا تجوز عشان الناس وده هيظهر في الطريق لكن فكرة ان فيه علاج سحري اول لما هنعمله هنظبط الحمد لله لأنا كده هقل لأ منك يا حاج الحمد لله انت لاش احنا اون ماين طيب ماشي يعني مفيش علاج سحري يعني مفيش حاجة هنلعب في الستينج بتاعنا جوة اعمل لي اوفي للرياء او اعمل لي اوفي ان انا ما بصش لأ طول ما انت ماشي في الطريق عينك كل شوية هتلف انت رجعها تاني القدر المشتطع كيس النقطة ده انت بتقولها بتاعت ان كلنا عارفين نفسنا كويس جدا وعارفين سيئاتنا كويس جدا والكلام ده من معرفتي بنفسي كويس جدا ده اللي بيخليني اعرف اقبل الناس عارف ده اللي بيخليني عارف يعني معدتش بعرف يعني انا مثلا من سنتين ولا اكتر او كده كنت بسهولة جدا بحط اكس عالناس عارف اللي هو ده ده دقنه ده مش مربي دقنه اكس عارف دي مش يعني في شوية ايه استنبات كده بتروح جاي خاص معلم عن الناس فانا من معرفتي بنفسي اللي هو لو انا جي حد ومثلا مثلا يعني كتب عني ان انا وحش جدا وانا انا مش عارف ايه وانا اي ان كان وسوق سمعتي جدا في العالم انا هبقى بحارب ان انا فعلا اقوله ان انا مش وحش يعني انا ممكن اكون بعمل حاجات اه غلط كتير في السر ممكن مع حدش يعرف عنها كل الكلام ده اه بس انا مش وحش عارف يعني هبقى نفسي اقوله انا مش وحش انا بعمل حاجات وحش بس انا مش وحش فالصراع النفسي ده هو اللي بيخليني ارحم الناس جدا عارف هو اللي بيخليني احس انه يعني على الاقل اللي عمد الحاجة الوحشة اللي انت شايفها دي انت شايفها عالنا هو ممكن يكون بيعمل عاجات حلوة انت مش شايفها يعني طيب دلوقتي رمضان بصراحة يعني الناس كلها ايه هالعينة وبتاع بس مش عارف انا شخصيا عندي حماسة كده للرمضان مع نفسي يعني يمكن انت قلت شوية حاجات عن الموضوع ده في النص فكرة ان انت تصلي لوحدك وان انت تبقى محدش شايفك اصلا محدش هيعرف انت نزلت تصلي ولا لأ وكل الكلام ده كله فحسس انه ربنا فعلا زي ما انت قلت بيحطنا قدام نفسنا اللي هو انت بجد هتيجي ولا انت بس بتصلي عشان محرج ان مراتك عايزة تنزل وانت لأ مثلا فحكيلي كده عن اللي انت بتفكر فيه في الموضوع ده والله بص يعني احنا برضو يعني زي تابع النقطة برضو اللي فاتت انا بحس ان الدين ده فيه كمية توازن مش طبعية يعني ديننا تيجي تقرأ احاديث الخوف تلاقي احاديث الرجاء تيجي تقرأ احاديث الانفاق تلاقي احاديث الادخار فدايما اللي عايز يفكر بنمط واحد في الحقيقة بيحس ان عنده مشكلة في فهم الدين يعني دايما من العقول البسيطة شوية عايزة حاجة واحدة بس تقوله لأ ما هي دي ولو حصل كذا يبقى دي يعني هي مش نمط واحد في الحقيقة وده سواء برضو مع اللي فاتت موضوع الرياء او حتى مع موضوع الصلاة الواحدي ولا لأ طب انا ممكن اوزنها ازاي في مثلا قاعدة بحبها قوي استغل فترات قوتك واحترم لحظات ضعفك ماشي انا النهاردة وده حسيته عند بعض الشباب مشتق لرمضان جديد رمضان اللي حسس ان فيه اخلاص رمضان اللي بدون قيود انا مثلا الشباب يقولك انا هفتر ونام نص ساعة واصحة صلي ساعتين وحاطت جدوى القراءة وهسمع قبل ما صلي وناس حتى جدوى الجميلة الواحد شافه في الحياة ان ده صعب ان يكمل تلاتين يوم يعني دايما الواحد شافه خط البداية زحمة جدا تخط البداية السباء خط النهاية خمسة ستة يعني مين يحفظ قرآن يا جماعة يعني هندي درس عن اهمية حفظ القرآن هتلاقي الف واحد احنا معاك اللي بيخلص حفظ تلاتة مين طب انا اعمل ازاي بقى طب ما انا اشوف صحبي او حد من صحابي واقول له هنصحي بعد الساعة كذا حتى لو انا مش محتاج له النهارده هو محتاجني النهارده وانا محتاج له بكرة يعني فهمني ونشجع بعض ونصحي بعض في معاد معين فبالتالي انا هحاول لقصالي الوحدي وفي نفس الوقت عامل حساب اني لم اقع ان انا ممكن معرفش اكمل الوحدي فانا محتاج برضو اوازنها ازاي ان انا اخذ الوحدي وعندي ان شاء الله الحماسة والقوة بس برضو مش كل الناس كده فلو كل الناس تعمل جروب يسمون مثلا جروب صالة ترويه مثلا جروب مثلا ورد القرآن مع اثنين تلاية اربعة ايا كان العدد مع صحابي ونشجع بعض هيا جماعة نصح بعض الساعة كام طب كذا طب يا جماعة بلا عليكم عشان ولو انا عملت ده وانا عندي الحماس عشان افيد صحابي النهار ده انا اللي سخن هتتردلك بالزبط كده على نص رمضان انا هضعف هيحصل لي مشاكل في البيت هبقى مقارف سمعت اخبار وحشة راجع مخنوق مش طيق مش قادر اقوم النهار ده هو بقي صحين مرة دي فانا برضو رأي ان احنا لو عايزين كلام عملي حط جدولك خليك واقع في جدولك ما تبقاش عندك اكسيتريم في التفكير وفي ناس تبقى عندها متصورة دايما زي ما قلنا ان دايما تصور الحاجة غير تطبيقها ابدأ خليك تدريجي بلاش من اول يوم لا اعمل تدريجي لاحظ ان الليلة القادر في العشرة الاخر مش عايزين نخسرها حاول تبقى منظم وفي نفس الوقت احترم لحظات الضعف فانا من الاول هعمل مع مجموعة صحابي هنشجع بعضنا هنتقابل في السكرتة يعني غير ما حد يخد باله عشان الناس بس متاف يعني يعني عادي هو عزمني على الصحور يعني مش هنصلي مع بعض ركعتين يعني انا يوم او يومين جربت نفسي الوحدي جربت نفسي وانا بصع يعني انا لازم اخد الموضوع في انا ان هو تحدي ان انا انجح ان شاء الله بس اخد بالاسباب ما اعتمدش على الحمسة اللي انا حاسسها الوقت يعني في ناس عندها سمع الدروس عن رمضان ومتحمسة وسايبة نفسها لأ هتقرى القرآن امتى يعني ورد القرآن هتقرى امتى بالنهار ولا بالليل انت من نوع اللي ممكن تصحى بدري ولا بتبقاش فايع بالنهار ولا هتنا هتقرى القرآن امتى هتصلي في نفس المعد يعني هتصلي ترويحك في نفس المعد خلاص اتفق مع حد ان ساعة ادنى العشاء تصحوا بعض وتكلموا بعض وتفكروا بعض وهنقوم ونصلي وهتصلي بحزب هتصلي بنص حزب هتصلي بقديه هنبدأ هناخد مثلا ربع المصحف في رمضان كله ولا نص المصحف في رمضان كله ولا على حسب كل واحد على حسب مرحلته ما لكش دعوة بالناس اختر لي ناس بك ما تقعدش دايما متأثر أصله هو صاحبي اختر لي ناس بك وشوف حد في نفس مرحلتك وابدأوا مع بعض وفضل ما تعديش يوم في رمضان غير ما تسمع وعز غير ما تسمع ايه وعز لازم حد يوعزك تسمع درس درس عن الجنة درس عن النار عن أسماء الله الحسنى معرفة الله هم الدين لازم تسمع الزاد الإيماني داي يخليك تكمل يعني كان فيه درس جميل قوي زمان اسمه وكيف تحافظ على صلاة الفجر تقريبا للدكتور رغيب السرجاني كان من الأفكار الظريفة اللي فيها انك تكتب فضائل صلاة الفجر كتير قدامك وتعلق كل ما تضعف صحي منهم مش قادر أنزل وجو بتاع تبص من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله وانت بقى كاتب لنفسك هتعيش يومك ازاي من غير ما تبقى في ذمة الله لأ هدغط على نفسي هنزل فأنا محتاج حد يفكرني أنا النهاردة كنت معزوم على الفطار وكنت امتقل بقى ايه يعني قفلته وكالت مش عارف ايه وحلت بايه وبعدين شربت ايه وبعدين عملت مراجعة تانية على الأكل اللي فاتني فطبعا أنا محتاج يعني مستحيل وزمان اللي كان بيصبرني ان انا هنزل اصلي مع الجماعة طيب هتنام إلا هي صحيك طب هتضغط على نفسك وتصلي طب يعني من الآخر احترم لحظات ضعفك يعني هتستغل فترات قوتك صح بس احترم لحظات الضعف واوعى تعدي ليلة من غير قيام ليلة اوعى ان شاء الله تقولها لأحد اوعى تعدي ليلة في رمضان من قام رمضان يعني كله من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذا ما ينفعش خلينا نعمل القيام نوعا ما زي ما بنعمل الصيام أنا يعني من الحاجات اللي الواحد دياما جربها في نفسه حتى في صيام النوافل أنا حيانا بقول ايه انا هصحى مثلا بكرة الخميس أنا ان شاء الله احتمال أصوم غالبا بفتر يعني غالبا انا عندي حتى في الشغل كده لما يقولولي ايه لو عايز تيجي تدي المحاضرة دي في واحد زميلك هيجي بالنسبة لك دي اختياري غالبا ما بروحش يعني فانا صعب قوي انك لايه حد صابح في رمضان يقولك اصوم ولا بلاش صعب قيام اللي لو تعاملت معانه اختياري هتقولك ايه النهاردة كانت كنافة بالمنجم مش هتنفع مع مش هتنفع قيام ليل مش راكب خالص يعني فانت لو عدت اي عامل فاكتور صغير قد جدا هيبقى يضرب لك قيام ليل فانت بلاش تحط في ذهنك انه اختياري اختياري لا انا هصلي قيام ليل انا 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 من ترجي تعالى يعني قام رمضان ايمانا واحتسابا فاتغفر الله واتقدم كويس طيب انت انت خطتك هتبقى مشابهة لللي انت قلته ولا عندك اي تركات زيادة ولا الدنيا تمشي زي كويس انت شايف ان موضوع المساجد المقفولة دوت فعلا كان كان ضروري ولا انت وجدت نظرك ايه انت مصمف دي شكلها الحلقة الاخيرة ولا ايه مش لا انا بصراحة مش مقتنع بالكيفية اللي حصلت يعني انا حاسس يعني زي ما قلنا فيه كنا بنتكلم من فترة كده عن حاجة اسمه نظارة القرآنية صح ايه انضارة القرآنية والدين بتقول ان الصلاة دي حاجة عظيمة اوي 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 فوق ما نتخيل يعني الصلاة عشان بس احنا garantدين عليها لا ده الصلاة عند ربنا عظيمة جدا اول ما يحسب عليه المرض فوق يعني فوق ما نقف عند نتصور كده لا الصلاة اكتر مما نتخيل الصلاة دي عند ربنا حاجة عظيمة اوي يعني مش عايز عالب اللقاء ان انا اتكلم عن الصلاة مش كمان انا عصلا عندي درس كمان شوية فالصلاة فوق ما نتخيل يعني فيك كتاب ظريف قوي اسمه الدين هو الصلاة دكتور فريد الانصاري الناس تقرأه عشان تعرف ايه الصلاة دي عظيم طيب لو قلنا دي مقدمة رقم واحد الصلاة عظيمة جدا الصوت كان راح شوية كده اه بس طبعا انت بتسجل فما فيش مشكلة يعني هو تسجل عندك يعني طيب يبقى مقدمة رقم واحد عشان نردت بالكلام الصلاة عظيمة جدا فوق ما نتخيل وزي ما قلت ممكن نقرأ كتاب الدين هو الصلاة لدكتور فريد الانصاري رقم اثنين بما ان الصلاة مهمة جدا 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 وفي حاجات في حياتنا مهمة جدا 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 ما تقفلتش هنعامل الصلاة نفس المعاملة دي ازاي في حاجة اسمها اقامة الشعيرة يعني حتى لو الناس مش لازم كلها تيجي تصلي ان احنا نوفر مجموعة من المساجد مؤهلة لده معمولة ب انا عرف مسجد ده عندنا انا كان عامل كده قبل ما يلغل ده كان فارش حاجة كده مفروشة وبينظفها بعد كل صلاة وكل واحد داخل بياخد سجادة كده بلاستيك معانا بيشدها وهو يصلي عليها ويرميها بعد الصلاة ممكن توزع كلمات يعني ممكن تعمل مسافة بين المصالين متر او مترين ده لو انا عايز احل لو انا اعتبرتها حاجة لازم تبقى موجودة وخلينا اكون اكثر صراحة احنا مش بهذا التطور قوي طب ما انا بنزل للشارع وبشوف الوضع عامل ازاي يعني يعني وده مرة حصل معايا انا الشارع زحمة جدا جدا وناس بتشتري تشتري حاجة رمضان ام شاف هي اي حاجة رمضان برضو بس دي معلومة جانبية او الناس بزا بس وما بيشتروا حاجة رمضان انا مش عارف ايه هي حاجة رمضان المهم كانت الدنيا زحمة وانا الصلاة هتضيع مني والدنيا زحمة نزلت فراشت قدام مسجد مقفول وصليت والناس عادي جدا يعني انا مش فاهم يعني فين المشكلة هل معنى كده ان مفيش حاجة اسمها كورونا والناس تتعامل عادي لا اما انا بقول احنا لو كنا بنقدر الصلاة جدا كنا فكرنا في حلول صح ايه المشكلة اما بلد كبيرة زي مصر ايه ينتقى فيها ايه عشرين مسجد في مصطوى مصر كلها بس يقدم فيها ناس يتكشف عليهم السيد دي كمان يعتكفوا ما يطلعوش اقولك على حاجة يخشوا يعتكفوا يقيموا الشعيرة دول يخشوا احنا عندنا زميل الدكاترة اللي شغالين في موضوع الحجر الصحي وبيروحوا وبشتغلوا في اكتر الحاجات اللي فيها انفكشن يعني بيشتغل اسبوعين وعدين ينعزل اسبوعين عشان ونعمل التحليل طب ما نعمل ده في الصلب ناس تعتكف اسبوع وتطلع تنعزل ونجيب غيرهم لو احنا بنفكر فيه الف فكرة احنا قلنا الحب بيصمع الموجزات فيه الف فكرة كيف نحافظ على اقامة الشعيرة باقي يعني انت انت قصدك انهم ما يعتكفوا عشان لما ربنا ينظر لمصر لانه على الاقل فيه مجموعة بتعمل بالزبط اه بالزبط احنا محتاجين الصلاة ترفع البلاء الصلاة الصلاة كان اذا حزبه امر صلى طب احنا احنا حزبنا امره اتنين وثلاثة محتاجين انه صلي لو بعدين قصد يعتكف حتى مش انت قصدك انك خايف انه يختلط ويطلع ويرجع ما هو مش هيخلط حد هو داخل سليم عمل التحليل وداخل سليم ولما يطلع هنعمله تحليل مش مش يعني ده مش مشكلة نصرف على الصلاة اه نصرف عليها مفيش مشكلة هتقول لي ده هيكلف تحليل طب ما هو يكلف لان انا فاهم صح قيمة الصلاة يعني فاهم قيمة الصلاة انا حفظت على الاسواق لاحتياج الناس اليها وحافظ على الصلاة لاحتياج الناس اليها سبحان الله كان في حاجة كوميديا جدا جدا كنت مع مراتي كنت مع مراتي في مول وبعدين جي وقت الصلاة فالمول مفتوح بس المساجد اللي في المول مقفولة فيعني حاجة هو انا المقلم بالنسبة لي جدا ان انا ايماني بان ما فيش حاجة صدفة موصل لي جدا ربنا سبحانه وتعالى هو القفل عارف يعني هو هو الموقف ده يعني اه ممكن يكون مش عارف مين هو قال الامر ان احنا نقفل ومش عارف ايه بتاع بس ربنا سبحانه وتعالى هو يعني ما فيش حاجة بتحصل كده عارف انا كنت قابل الازمة دي سبحان الله يعني الواحد احيانا بتجيله فترة ما بيصليش فيها في المسجد واحيانا بتجيله ايمانه بيزيد وربنا بييسر له الامر بسبحان الله كانت جات لي فترة كنت مواظب فيها وبعدين جات الازمة دي فاهم فيمكن كل واحد لي رسالة شخصية من الازمة ديت فانا حسيت ان رسالة ربنا ليه اللي هو ايه انت مش بمزاجك اصلا عارف مهم اوي حلو اوي موضوع الرسالة الشخصية دي عشان ما نخشش في تحليلات ونقاشات وهل اللي حصل ده يعني ربنا يريد بينه من البشر يا عمي انا اتفه من كده انا حسيت ان انا جالي رسالة انا كنت مقصر في كذا الناس اللي كانت مقصرة في الحج والعمر كانت تستطيع ففعلا دي رسالة هو له هو يعني بعيدا بقى ايه اصل الكورونا بقى عقاب عام ولا بلقى يا عم ما تضيعش اللحظة المفيدة بالنسبة لك يعني زي ما انت بتقول انا اسقطع نفسي انا مش خسران حاجة خالص اه انا مثلا انا عايز اقول لنفسي انا اكتشفت ان انا كنت بضيع اوقات واكتشفت ان انا مقصر في الدعوة واكتشفت ان انا مش لازم بواحد يجي يعني مين اللي قال لك يا عم خلاص سيبني يعني يا عم انا غلطان سيبني اتفكع نفسي سيبني استفيد سيبني استفيد انا مش خسران بالعكس انا كده بفكر ايجابي انا انا عايز اتحسن يعني فيه مشاعر بتؤدي للشلل فيه مشاعر بتؤدي للعمل طالما مشاعرك دي هتؤدي للعمل اتحرك يعني ففعلا لا رسائل عظيمة لو كل واحد قعد مع نفسه ويفكر ما هي رسالة الله لي من هذه الاحداث هطلع بايه يعني انا هطلع بايه من يعني العالم عارف انا حسنت كده ايه يعني فيه بوز كده واحد يعني الدنيا وقفت سبحان الله فعلا فعلا حاجة يعني ايه اقف وفكر عارف عقوبة السامرية في القرآن ان لك في الحيات ان تقول لا مساس الناس يعني يعني لسه واحد بيحكيلي دكتور ورزق ببنت مش عارف يحضر مش عارف يبوس بنته لسه مولودة خايف يعني هو شغال دكتور وشغال بقى بوسط الانفكشن وكده فخايف يبوس بنته ان الله العدو سبحان الله فانت بتخيل ففعلا دي محتاجة تفكير كل واحد كأنه ايه قعد لوحدك فكر هتقابل ربنا لوحدك وانا عايز اقول لك ان دي احيانا رحمة احسن مكان ربنا ياخدنا فجأة يعني انك انت تقف يعني هو ده احسن ان احنا نقف اصل خد بالك هو المعيار اللي بنفكر فيه لو احنا بنفكر في الدين لأ انا شايف ان دينيا دي فرصة رائعة يعني فوق الرائع بصراحة تقول كده في درس الناس مش مقتنعة بتقولوا والله انا حاسس كده انا حاسس ان هي الدعاء طاقتهم ضعيفة مجهودهم ضعيف مش قادرين يوصلوا فجأة يعني ربنا عمل لنا قدر معين خل الناس كلها تقف تفكر يعني حاجة بصراحة سبحان الله عجيبة جدا سبحان الله انا مبسوض ان انت يعني ايجابي جدا في الازمة دي انا متابع كام حد كده من الشيوخ مثلا فيه احد اسمه ياسر قاضي هو امريكي هندي امريكي يعني بيعمل دعوة بالانجليزي في امريكا فهو ايجابي جدا برضو في الفترة دي وبيشجع بيشجع الناس انا بشوف ان الناس دي هي اللي فاهمها هي اللي يعني الدين بالنسبة لها بيتأقلم على الوضع جدا لان هو جواهم اصلا فاهم اصلي فالحوارات دي بتطمننا انا شايف ان احنا محتاجين جدا نسمع ناس زيك ومحتاجين مناقشات زي دي عشان عشان نتأكد ان احنا ان احنا مسموعين ومفهومين وان الكنسرنز اللي عندنا مسلا انت فاهمها طب انت طب يعني انا رمضان ده بالنسبة لي يعني مش حرام ان انا منزلش صلي يعني دي حاجة كويسة يعني انا ممكن رمضان ده يبقى احسن من قبل كده واللي خلاص اتحط سقف للحسنات اللي ممكن نحصل عليها يعني لازم نتطمن فاهمني ما هي اكبر قزمة زي قلتلك اه يعني احنا فقدنا الاتصال بقى الاتصال كله سوشي الميد يعني انا نفسي اعرف مشاكل الشباب الحقيقية يعني بلاحد كل شوية حاولي قابل مجموعة من الشباب يسمع اه وكل فترة اكتشف ان الناس راحت في منطقة تانية فاحنا محتاجين نعطى اقلب ونشوف المنطقة اللي راحوا لها دي فين عشان يعني اه في لغة بتختلف يعني كل واحد فينا كان نشايف والده اللي انت مش فاهمني فاحيانا الشباب بيبقوا دايما متصورين ان الداعية انت مش فاهمني واحيانا الداعية انا برضو ده رأيي الشخصي بيتصور ان عشان الشاب بيفهمه انه لازم يبقى تبكال زيه يعني انا عشان الشاب بيفهمني انا لازم اكون نفس اللبس ونفس الشكل لا مش لازم يعني انا يعني مش لازم اتحول فالاتصال المباشر بالناس انا شايف انه بيكسر حواجة كتير جدا زلك من وصف النبي في القرآن صلى الله عليه وسلم اللي المشركين كانوا شايفين معيب وانا شايف ان ده سر قوة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني يعني مشركين بيقولوا على انه عيب وانا رأيي هو ده سر قوة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق ده اسواق جدا ده واحد زينا عارف يعني يمشي في الاسواق يعني بيروح يشتري وده بكام وكذا وده يتعرض يقوله عايش وسط الناس وذلك في نفس السورة سورة الفرقان في ختم السورة وعباده الرحمن الذين يمشون على الارض هو مش عايش في السماء عايش وسط الناس فدور كل واحد في الدين ان هو يطبق الدين في حياته هنجد ان الدين بيمتاشر لان انا عارف مشاكل صحبي وعارف ازاي اوصل هارو وفكرة التصور انا عجبني كلمة انت قلتها اوي التأقلم السريع انا محتاجها تأقلم يعني الصحابة تلسه باسمع كلمة جميلة على الفيس اسمه خونة اسماعيل عرفة عامل مقطع عن ان اول رمضان اتفرض على الصحابة فرضت فرضت غزوة بدر فطرع يجاهد واضطر انه وحيا انه يفطر سواته اقلم يعني هو عمل حاجة اسمه الجهاد اعلى فمش كل بقى ما يحصل لنا ازمة رمضان ضاع فيه ناس كده بتحب قوي الجو ده يعني فيه ناس بتحب جو ايه مفيش امل رمضان انتهى يا جماعة المساجد خلاص يعني فيه ناس بتحب تعيش ده فترة طويلة طب ما خلاص يعني ماشي المساجد احنا زعرين فعلا طب يعني ممكن نعمل ايه لا لا مش هينفع نعمل حاجة ايوة يعني عارف انت يعني ايه انا بابكي على القدس طب بعد ما بتبكي على القدس يعني ما هو يعني اليهود مش بيخافوا من الدموع يعني انت محتاجين نعمل حاجة فجو الصعبان الزائد قوي بيخلي حلم من الشلل خد بالك لان ايه ده اصلا حاجة نفسية انا بحس ان انا فضي الطاقتي صح يعني انا خلاص فرغت الطاقة اللي جوافل ايه اه انت عملت ايه انا زعلت جدا يعني ايوة اعملت ايه انت مش بتخيل كمية الزعل اللي جوايا مش طبيعية ايوة احنا يعني خلاص بعد ما زعلت جدا انا عارف ان اجزتلي جدا على المساجد يعني احنا بقى محتاجين يعني ايه محتاجين بقى نعمل مكان في البيت ساعة الازان نقوم نصلي هصلي جماعة هقرأ عليهم في البيت هجيب كتاب حديث بسيط جدا اسمعوه ما بعرفش هقرأ كتاب هشغل هجيب درس هشغل عشر دقايق ببين اللاربع ركعت و اللاربع ركعت هسمع صحابي في عشر دقايق هسمع اسم من اسماء الله في عشر دقايق كمية البرامج اللي معمولة من الدعاء مش طبيعية السنة دي فضل الله انا اصلا قاعد متردد اسمع ايه وشالله قاتل يا بلا مجهود رائع دعاء عاملين مجهود جميل لو انا اخترت ان انا هصلي مع اهلي في البيت وما بين الاربع ركعت و الاربع ركعت هصلي بجزء عامة بس طول رمضان وهسمع بين الاربع ركعت و الاربع ركعت درس وهصلي الفجر وبعد الفجر هشغل درس كمية الاصل خد بالك من رحمة ربنا زي ما بيديه في حتة ربنا بيفتحها من حتة صحيح يعني زي ما بيديه علينا في الفتن وهو الوقتي انت ممكن تسمع درس الشيخ مات من سنين تسمعه وتسمع الدرس الوقتي لايف وانت في بلد وفي بلد فربنا سبحانه وتعالى زي مدائد في اماكن وسعنا في اماكن سبحانه وتعالى فلان ربنا رحيم البلاء بينزل ومعه اللطف ربنا سبحانه وتعالى بيلطف بيه سبحانه وتعالى عن شكل طولت عليك يا حزم لا 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 خلص انا عنديش مشكلة انت عندك حاجة الساعة واحدة قلت سوا عندي درس اه اوكي اه طيب يعني مش مش هطول عيك اكتر من كده كنت عايز اسألك عن عن القرآن مثلا و ايه احسن طريقة ابتدي بيها في رمضان لو عندك وقت تجاوب هيتبع حاجة ممتازة طيب عشان الكلام يبقى عملي وسريع انا ممكن اعمل احيل على حاجات يعني حلوة ناس تسمع ماشي احنا بفضل الله عاملين موقع اسمه انه القرآن الموقع هو كان صفحة فيسبوك وبعدين عملنا موقع سايت يعني الناس تدخل عليه هتلاقي في حاجة اسمها مساقات مساقات دي اشبه بيه كورسات يعني صغيرة خلاص كل كورس وكل مساق مثلا ست محاضرات عشر محاضرات حسب حاجات صغيرة في منهم كورس او في مساق فيهم اسمه تدبر القرآن تشويق وتطبيق اللي الفكرة اللي انا مؤمن بيها اننا اشوأ الناس وبعدين ادوأ الناس اللي عنده فرصة ان ياخد الشهر كله في الاشتراك في المساق ده رائع فيه تلات محاضرات كل محاضرة تلت ساعة سلسلة بعنوان رمضان والقرآن دي برضو موجودة فضل الله موجودة على اليوتيوب ممكن الناس تسمع التلات محاضرات دول الكلام العملي كان فيه اظن محاضرة برضو على الساند كلاود خطوات عملية لمعاشر القرآن في رمضان الكلام العملي الخلاصة اختر حاجة واحدة بس يعني اختر حاجة واحدة لو انا هقرأ قرآن ومعه تفسير جنبه صغير خالص اسمه مثلا المختصر في التفسير او الميسر في التفسير الاتنين دول حلوين الميسر او المختصر جميل او ان انا مثلا هسمع تفسير صورة واحدة يعني هنقي مثلا شيخ او كده شارح صورة زي صورة يوسف صورة الانعام صورة معينة وطول رمضان هنقنق فيها كده المهم بلاش ادخل مشتت يعني بلاش ايه عايز اختم عشر ختمات وعايز اسمع تفسير وعايز اقرأ وعايز اصلي كتير بلاش تعمل كده انا عارف نفسي كويس وانا مش هتحول يعني انا ماشي اشياطين بتصفض ويماني بيزيد شوية بس انا ايه يعني انا مش هتحول يعني انا عارف نفسي كويس فحط هدف ويبدأ خليك عملي هترى القرآن امتى هتسمع الدروس امتى هتسمع سلسلة ايه بلاش تشتت نفسك بلاش تبقى مشغل الحلقة على اللاب وحلقة على الموبايل وحلقة مش عايف ايه وقاعد انت سداني انت كم تعملش اي حاج يعني بلاش يعني انا بلتلك انا مؤمن في حياتي ان القعدة محادش بياخد كل حاج اختر حاجة واحدة وركز فيها وبلاش تبقى طماعة هتقابل صاحبك بيقولك انت بتسمع دروس تفسير يا عمد انا ختمت مرتين ربنا وفقك انت ختمت مرتين وانا بسمع تفسير عادي جدا مش لازم نبقى زي بعض انت قررت انك انت عايز تختم المصحف في رمضان وعايز تعمل ختمة واحدة بتركيز وهغرق جزء في اليوم ملكش دعو بقى باللي بيقرأ تفسير وبيقولك ده انا عايش مع كلام المفسرين مش اعايش معهم بعد رمضان اختار اختيار واحد فقط عشان خطر عشان خطر اختيار واحد بس بلاش تشتت نفسك اول يومين هتيجي تقرأ قرآن لو انت حطت في ذهنك ان في اختيار اخر هتقول ايه طب اجرب هجرب يوم واربعه رمضان اقرأ تفسير يومين تفسير ده طلع مش زي ما انا متخيل ده انا كنت بحس بالتفسير دي معناها ان هم هيفسحوني في التعوة والايمان والجو ده طلع مش كده طلع فيه خناقات في التفسير اصلا وخلافات ده يا عم رجعني المصحف ارجع المصحف يا عم هيه ركز ركز فيه ناس يقولك انا هحفظ البقرة في رمضان ومال انت يعني مقبل على ده ما عنديش مشكلة حاجة واحدة كان فيه حوار كده حصل بفضل الله اسمه على مركز اسمه مركز تفسير كان الحوار برضه نعمل ايه في رمضان حوار كتابي لسه منشور النهاردة لسه نشره على الفيسبوك مركز اسمه مركز تفسير متميز جدا بس هو مهتم بالقضاء العلمية مركز كويس يعني كان بيسأل برضه نستقبل رمضان ازاي نعمل فيه ايه ما فهوم التدبر يعني ايه تدبر اصلا وهل اي حد يتدبر وينفع عوامل الناس يتدبروا ولا ده ناس معاني هي اللي بتعرف تتدبر حوار يعني ممكن الناس تقرأه هو طويل شوية انا انا عارف ان احنا اغلبنا بقى خلاص متعود على فكرة الايه البوست والتويتة والزاتونة يعني هو عايز لا عايزين في رمضان نغير من طريقة نقرح حاجة طويلة شوية نسمع درس طويل شوية فانرأي اختار سلسلة واحدة اساسية تسمحها باية السلاسل الاختياري سلسلة اساسية تطلع بيها لو هتختار سلسلتين حد دلوقت دي بالليل ودي بالنهار اختار طريقة واحدة للقرآن هتحفظ هتقرأ هتختم هتقرأ تفسير حاجة واحدة بس تختارش غيرها والباقي اختياري يعني ده اللي هو المقدس اللي انا مش هنزل عنه رقم ثلاثة صديق يساعدك لو هتفتر بس ده اللي حس ان هو كلام عاملي شوية نايس هرو جدا طيب مش هتطاول عيك كتر من كهة عشان انا ما عاوش اصلا هيبع عندك طاقة تدي الدرسة ده ازاي من شاء الله ربنا عينك يعني بس انا اتبسط جدا 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 ونفسي يقابلك ان شاء الله على الحية رايب بإذن الله ان شاء الله بإذن الله يكون الكورونا كده ربنا يصرفها عنا رب ونلتقي كده على خير بإذن الله وانا سعيد جدا باللقاء ده ربنا يوفقك ويستعملنا جميعا فطاعة ربنا سبحانه وتعالى وده شرف انسان لازم يستشعر ان ده شرف عظيم ونعمة يخاف ان هي تسلب منه فدايما انسان يدع ربنا انه هو يستعملوا فطاعة ربنا سبحانه وتعالى فربنا يوفقك وفعلا سعيد جدا باللقاء ده وربنا يخلي رمضان جميل علينا كلنا يا رب الله مامي يا رب الله مامي اتمنى تكونوا استفدتوا انا شخصيا طبعا زي ما قلتلكم يعني انا مبسوط جدا فرقت معايا جدا حسيت انه يعني طبعا وانا مش بقى مش بقى او بقى بقى محتوى بقى متضايق وبعد اتشكك بقى اللي هو انت اصلا بتعملي في حياتك انت مش عارف ايه طب البودكاست ده اصلا ايه لازمته طب ايه حوارات كتيرة من من الشكوك اللي بتيجي لأي حد بيعمل اي حاجة يعني بس الحمد لله الحلقة دي فكرتني انه ان شاء الله يعني يبقى من اهدافي او من الاسباب اللي ربنا بعيتني اه في العالم ده ان انا يمكن اكون اه با يعني بوا با حمزة واصل مثلا ما بين مثلا ما بين حاجات كتير ما بين العالم الغربي والعالم العربي ما بين الشيوخ وما بين الشباب مثلا يعني لان الحلقة دي كانت كده بشكل كبير جدا اه انه اه وحتى حتى شيخ احمد قبل الحلقة بيقول لي انا باصلا يعني انا بخاطب ناش معينة عارفين اسلوبي وبتاع انت بتوصل لناس مختلفة فهل هيبقى فيه كلاش ولا لا فانا قلت له يعني ان انا اصلا اه يعني انا مش مش طالب علم مثلا و يعني انا انا بين البنين جدا يعني والتجربة الشخصية بتاعتي في ان انا اه انا نفسي بحاول اتعرف على الشيوخ علشان اه نكسر الحواجز والناس متابعة الرحلة ديت فبالتالي هم كمان هيتقبلوا جدا وهيحبوا الناس طلبة العلم وهيحبوا الشيوخ علشان هيلاقوا جانب انساني فيهم هم مكنوش متعودين يشوفوه والبودكاست هو ممكن يبقى بلاتفورم لده جدا انه حد يطلع اتكلم براحت وخالص زي ما انتو شفتوا في الحلقة كزا مرة شيخ احمد يقول لي اتكلم براحت يقول لأ مش عارف يعني حسيت انه ان هي كانت حلقة حلوة جدا تفكرني انه ان شاء الله يبقى هو ده اللي انا بعمله يعني مش عايز تقول عيكو اكتر من كده كل سنة انتو طيبين ان شاء الله يبقى رمضان جامد جدا عليكم بازن الله انا متفائل جدا ان شاء الله ومتحمس وربنا سبحانه وتعالى هو اللي حطنا في الوضع ده وهو يعلم بحلنا وهو ده الوقت اللي احنا بقى ايه فعلا نتنافس فيه عشان ما حد تش شايف اه انت قريت قد ايه ولا نزلت كم مرة ولا بتاع يعني انت بتنافس نفسك عارف ما بتاعب جيم على البلاي ستيشن بتلعب مع نفسك مش تلعب انلاين ما حد تش شايف فانت خلاص انت بتركز على نفسك بس فخلنينا نعمل ده خلنينا نركز خلنينا نحط خطة زي ما الشيخ احمد قال وان شاء الله يعني ربنا يعني يزيح عننا الازمة العجيبة اللي احنا فيها دي سبحان الله كروسانو انت طايبين واشوفكم ان شاء الله قريب في الحلقة الجاية السلام عليكم